موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو في يوم جديد من الحياة اليوم النهاردة الجمعة 27 مارس الساعة 7 بدأ حظر التجوال ممكن الناس من حضراتكو يتسألوا احنا موجودين معاك وليه يوم الجمعة عادة برنامجنا هنا الحياة اليوم كان شغال من السبت اليوم الأربع من الساعة 7 لساعة 9 مساء لكن بناء على الظروف اللي بتمر بيها مصر والعالم كله كان في قرار من الشركة الأم الشركة المتحدة ان احنا نكون موجودين معاكو طول الأسبوع في الحياة اليوم هنكون موجودين معاكو سبت حد 2 3 4 5 جمعة من الساعة 7 للساعة 9 مساء وده مش لوحدنا لكن الزملاء الأعزاء كمان في قنوات دي ام سي وقناة ان تي في وقناة سي بي سي اليوم مننا خالص التحية بكل تأكيد حيكون موجودين معاكو بشكل يومي في كل القنوات دي في المواعيد السبتة للبرامج المسائية في فترة الحظر وان شاء الله يكون الفترة دي يعني بنقدم لحضراتكو الخبر اللي انتو محتاجين تسمعوه وبننقلكو صور من الواقع وأحوال البلد وأخبار البلاد اللي حوالينا لحد يعني ما تعدي الغمة دي على خير علينا وعلى البلد كلها يعني بما ان كمان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون موجودين معاكو من الحقيقة والحاجات اللي بتحصل والأخبار أول بأول قبل ما اخش معاكو في التفاصيل الخاصة بالحظر وقبل ما ادخل مع حضراتكو في كاميراتنا اللي موجودة في ست محافظات وكل الكلام اللي هنتكلمه في الحلقة يعني الواحد بيبقى حزين جدا انه بيعلن خبر عن وفاة قامة من قامات الفن المصري سواء كان على المسرح أو في السينما الفن بشكل عام ثلاثي أضواء المسرح يودعون نجم جديد من الثلاثة الفنان الكبير جورسيدهم بايف حياتكم وحياتنا وحياة كل محبين الفنان جورسيدهم توفى الفنان جورسيدهم منذ قليل الكوميديان والممثل العظيم جورسيدهم توفى بعد صراع مع المرض عمره 82 سنة يمكن اكيد حضراتكو عارفين كان في الفترة الاخيرة اخر كام سنة كان بيعاني من المرض وكان بيحارب وموجود لكن بيكون تاني واحد من ثلاثي أضواء المسرح بيرحل عن عالمنا بعد الضيف احمد جورسيدهم ربنا يمد في عمر الأستاذ سمير غانم ويدلوا طول الصحة ويصبروا على فراء جورسيدهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن رسميا خبر وفاة الفنان جورسيدهم على الصفحة الرسمية الخاصة بي على موقع فيسبوك طبعا الفنان جورسيدهم كون مع الفنان زمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة سلاسي أضواء المسرح وليه عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية منها طبعا زي ما حضراتكم شايفين المتزوجون البعض يذهب للمأزون مرتين ثلاثين يوم في السجن في فيلم أشجع رجل في العالم شقة من حق الزوجة فرقة المرح المجانين التلاتة مصرحية موسيقى في الحي الشرقي وزي ما انتوا عارفين النهاردة بنودعه وبكل تأكيد في حزن شديد في قلوب المصريين على فقدان ممثل عبقري وقام في تاريخ الفن لكل الدول العربية والشرق الأوسط أكيد أعيش معانا من ساعة مبطل يشتغل أعيش معانا بشغله وحيفضل عايش معانا أكيد بشغله بقية في حياتكم وفي حياتنا البقاء لله والصبر لأسرة الفنان وأصدقائه نروح لأحوال البلد النهاردة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم تالت أيام فرض حظر التجوال الجزئي اللي بيبدأ فيه الساعة السابعة مساءً لساعة السادسة صباحًا لكن النهاردة يوم خاص لأن النهاردة أول يوم جمعة يكون في الحضر والجمعة والسبت ليهم بعض الخصوصية في القانون أو في القرارات اللي الحكومة خدت قرار فيها لأن الحكومة خدت قرار بأن الجمعة والسبت حيكون فيه غلق للمحلات والمولات المراكز التجارية على مدار اليوم طوال اليوم لكن المحلات بتاعة الأكل اللي موجودة بره المولات حتبقى شغالة بس ديليفري برضه زي ما حضراتكم شايفين معنا إحنا معنا كاميرات كانت موجودة في ست محافظات من محافظات الجمهورية وقت صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة عشان نتابع ونشوف إذا كان فيه حد بينفذ القرار ولا فيه حد بيخرق القرار إحنا معنا دلوقتي قدامكم الإسكندرية الغربية والدأهلية موجودين قدام حضراتكم على الشاشة في وقت صلاة الجمعة في اليوم يعني الوقت اللي كان من المفترض تكون فيه صلاة الجمعة وإن كان الكثير والأغلب كان بيلتزم بالقرار لكن للأسف كان فيه بعض الخروقات في بعض من المحافظات وقوات إنفاذ القانون تعاملت بكل تأكيد مع هذه الخروقات هنورد لحضراتكم كمان صور تانية من بورسعيد والقاهرة والمنوفية كان كمان كاميرات الحياة اليوم موجودة النهاردة في وقت صلاة الجمعة اللي خرجت من دار الإفتة قرار رسمي بإجازة إنها يتم الصلاة بشكل إنها صلاة الظهر في المنزل الناس اللي نزلت وعندت وقالت إنها هتصلي الجمعة كان فيه تعامل معها وحتى إذا كان مفيش تعامل معها حيكون أكيد فيه تعامل في الفترات القادمة من قوات إنفاذ القانون مش رزالة ولا غتاتة لكن حفاظا على صحتنا كاميراتنا كانت بتقنقل لحضراتكم في المنوفية المراكز أو المخابس شغالة زي ما حضراتكم شايفين والأماكن الخاصة سوبر ماركتات ومحلات الأكل كانت فتحة لكن كلها شغالة دليفني مفيش تجمعات مفيش محل يفتح الناس تقعد تاكل جواه فيه خلال اليوم لغاية الساعة سبعة تقدر تطلب من أي حد لكن بعد الساعة سبعة اللي حيكون فاتح هي السوبر ماركتات الأماكن العلاجية والصيدليات دي الأماكن اللي هي الحق إنها تفتح بعد الساعة سبعة في خلال حضر التجوال النهاردة كمان تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية محلية تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة في خصوص متابعة جهود المحافظات في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء في منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الإسبوعية وغلق مراكز الخصوصية والتعليمية خلال فتر التعليق الدراسة في المدارس والجامعات التقرير اللي تلقى الوزير بيقول إن عدد المباني اللي تم تطهرها وتعقمها في محافظات الجمهورية وصل تقريباً لـ 54,948 مبنى يعني نحن نتكلم تقريباً 55,000 مبنى عدد ضخم آه مش كل المباني بكل تأكيد في مباني تانية تم تعقمها بمجهودات شخصية الأهالي عملوا ده والدولة بتعمل جزء صعب إن إحنا نعقم البلد كلها مرة واحدة وإن تم التعقيم لازم يكون في دورة تانية من التعقيم مع الوقت لكن في شغلة حاصل لإحنا ما إحنش الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقت رقم واحد في العالم في عدد الإصابات في الكورونا وده اللي هنشوفه في الجزء التاني من حلقة النهاردة هنلف العالم كله نشوف الإحصاءات وحنشوف عدد الإصابات ووفيات رجالة ولا ستات كبار سن ولا صغار امتزاد في إيطاليا امتزاد في أمريكا ومقارنات ما بين كل دولة والأخرى وإحنا فين من المكان ده هنشوف التفاصيل دي كلها خليني قبل ما نكمل كلامنا نروح للدكتور خالد آسم مساعد وزير التنمية المحلية موجود معنا على التليفون دكتور خالد أهلا بيك على الحياة اليوم أهلا وسهلا حسن بيم سأل خير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فاند أهلا بيك يا فاند دكتور خالد في البداية عايز أعرف من حضرتك مدى التزام المحافظات النهاردة في القرار الخاص بيوم الجمعة وقفل المحلات والمساجد لأول مرة بتغلق في صلاة الجمعة النهاردة فاندم لاحظنا من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتقارير والصور اللي بتجينا من المحافظات على مدار اليوم انتشار ومتابعة من معالي وزير اللي هو محمود شعراء وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين تواجد على الأرض النهاردة وخاصة فترة الصبحية من 11 صباحا لاحظنا ان بالفعل فيه التزام من جانب المولاد من جانب المحلات من جانب الورش من جانب كل ده تلاحظ كده انه يعني الشارع يعني تقريبا مفهوش ناس ماشية من جانب الورش من جانب الورش من جانب الورش في هذا الشعر لكن خلينا اقول لحضرتك التقرير اللي تلقاه مع الوزير من غرفة عمليات وزارة تنمية المحلية بالتنصيق معهورة في الأنزامات والعمليات على مدى الاسبوع اللي فات يا فندم كان حوالي اربعة وخمسين الف تسعمية تمانية واربعين مبنى تم تعطيبهم وتطهيرهم وكمان بالإضافة إلى ذلك رصدنا بعض المخالفات الخاصة ببعض المحلات الزي تم التعامل مع المخالفين يا فندم سواء كانت محلات أو لو فيه أماكن حصل فيها صلاة أو صلاة جماعية بالشارع أو أفراد خرقوا حظر التجوال بالضبط يا فندم تم تحرير المخالفة وفض التجمعات دي بالإضافة إلى كمان أن فيه على مدى الإسبوع ده في وقت الحظر حوالي أربعة تلاف متين سبعة وخمسين محل تم إغلاقهم وتحرير المخالفة ليهم والمخالفة في هذا الشأن بتبقى تشمية بالشمع الأحمر بالإضافة إلى أنه عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم اللي تم مصادرة الشيشة فيها بلغت حوالي أربعة تلاف سبعمية تمانية وارجعين أربعة تلاف أربعة تلاف محل أو أهوة أي فاند ده أرقام ضخمة جدا كل دول كان فيهم خرق يا فاند ده على مدى إسبوع كامل يا فاند وبالتالي لو لاحظنا كمان المراكز التعليمية اللي تم إغلاقها في المحافظات حوالي أربعة تلاف خمسة واربعين مركز تعليمي منذ صدور القرار دولة رئيس مجلس الوزراء الأول وبالإضافة إلى أن كمان الأسواق الشعبية اللي تم إلغاءها بلغت حوالي ألف واربعين تسعة واربعين سوء كما تم إغلاق ألف ستمية ستة وخمسين قاعد أفراح على مستوى المحافظات السبع وعشرين دكتور خالد سؤال أخير معلش أنا آسف نعم هو سؤال في باطنه طبي لكن هو بالتأكيد من دور الحكومة ككل ووزارة التنمية المحلي الناس على الفيسبوك بتسأله وإحنا ليه بنعقم المباني والشوارع ما هترجع تتلوث تاني ترد عليهم تقول إيه يا فندم التعقيم المستمر والتنظيف المستمر بيضمن يا فندم بقاء الأسطح دي يعني في حالة من الوقاية وفي حالة من الاحتراس خلينا أقول لحضرتك أن إحنا عملية التنظيف وعملية التعقيم وعملية التطهير دي بتضمن أنه طول الوقت في تجلب للفيروس حتى في الشوارع يا فندم الأسفل حتى في الشوارع حتى في الميادين حتى حضرتك في الشوارع الجانبية بالإضافة إلى ذلك كمان يا فندم في المواصلات العامة كذلك في المواقف العامة نفس عملية التطهير الجميل في الأمر أن هناك مشاركة مجتمعية شبابية في القيام بعمليات التطهير وخصوصا الأيام اللي فاتت لو حضرتك تبعنا يا فندم وكم معنا أربع مبادرات شبابية الأسبوع اللي فات بيقوموا بالتعقيم في مختلف محافظات الجمهورية بالتنصيق مع الوزارة عند حضرتك ووزارة الشباب والرياضة والصحة كمان بالضبط يا فندم بالضبط والشباب دول مستمرين يا فندم كمان معنا بالتنصيق مع رؤساء الوحدات المحلية في الاستمرار في عملية وإحنا بنستأذن حضرتك إن إحنا دايما نكون على اتصال معاك عشان نعرف أول بأول المستجدات في هذه الفترة الحرجة على العالم كله أنا بشكر حضرتك دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية شكرا جزيلا على وجودك معنا وعايز أخذ حضرتك ونروح نشوف مصر في الحظر النهاردة يوم الجمعة تلت يوم في الحظر عاملة إيه؟ في معانا صورة من المنوفية ومن محافظة الدأهلية ومن الغربية ومن الجيزة على الهواء مباشرة الآن هذه المحافظات المصرية حيبقى عاملة الحظر وملتزمة بيه ولا لا؟ معانا الجيزة الدأهلية والغربية جيزة دأهلية غربية قدام حضرتكو من طبعا مش هننقل كل المحافظة يعني بكل تأكيد عشان ما يطلعش حد يقول بس أصل في محافظة الدأهلية في مركز معرفش إيه شارع إيه في ناس في الشارع احنا عندنا كاميرا واحدة وعين واحدة ونحاول نكون موجودين في كل مكان لو فيه مخالفات أرجوكو فيه خط ساخن مية وخمسة أكلموا الناس وقولوا لمجلس الوزراء والمعنيين إن مخالفة في المكان الفلاني أو بعتولنا وإحنا هنوصلها للمسؤولين لكن على أي حال احنا بنبين لحضراتكو من الشوارع الرئيسية في هذه المحافظات ودورنا ودوركو إن احنا نكون على تواصل دائم مع بعض عشان نساعد بعض عشان نعدي الأزمة دي لأن الموضوع يعني ابتدى يبقى جد على العالم كله هنعرض لحضراتكو تفاصيل كتيرة بتحصل في العالم لكن على أي حال قدام حضراتكو دلوقتي محافظة أهلية محافظة الغربية ومحافظة الجيزة وحيكون معنا كمان شوية زميلي عمر عبد الحميد من محافظة الجيزة حيقول لنا إيه الأخبار اللي حصلة في الحظر وإذا كان فيه ناس خرقت الحظر النهاردة وأكيد فيه تفاصيل مع الناس في تنفيذ هذا الحظ معنا دلوقتي كمان الدكتور جابر طايع موجود معنا على التليفون رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أهلا وسهلا بيك يا شيخنا أهلا وسهلا الشيخ جابر طايع أهلا بيك يا فندم وبسهد المشاهدين النهاردة كتأول صلاة جمعة بيتم صلاتها ظهر في البيت الناس طبعا حزينة إن مفيش صلات جماعة وإن المساجد مقفولة ومفيش صلات جمعة غرفة العمليات في مجلس الوزراء تبعت غلق المساجد وكان في بعض المخالفين عايز أعرف من حضرتك إزاي تم التنصيق مع المساجد والزوايا والجوامع عشان تغلق أبوابها ويتم التأكيد والرأي الشرعي والفقه بيقول إيه في من يخالف هذا القرار زي ما شفنا بعض الصور النهاردة نعم اليوم أول جمعة بدون خطبة جمعة وبكل أسف يمر علينا بدون خطبة جمعة لكن عزاؤنا الوحيد أننا نعتصم بالله عز وجل ونستمسك بحبله وندعو الله عز وجل أن يرفع الغمة عن المصريين وعن أنحاء العالم أجمعين الحقيقة مرت الجمعة اليوم بدون خطبة وهذا طبعا في المنتهى الألم تعتصر قلوبنا عليه لكن ليس في الإمكان يبدع مما كان بنحيي ونعول على جماهير الشعب المصري التي استجابت لهذا الحظر واستجابت لتعليق الصلاة بخطبة الجمعة والتزموا بيوتهم في توقيت الجمعة وصلوها ظهرا واستجابوا لنداء النوازل في الأزان ما عدا بعض الشزارات لا تعد على صابع اليد وكانت مخالفات ست مخالفات اليوم أبرزها مخالفة كانت مما يؤسف له لأستاذ جامعي بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف خالف الخطبة وألقى خطبة الجمعة في قليوب محافظة الأليوبية وجمع الناس في الشارع ضاربا عرض الحائط بتعليمات أولا بإصدار هيئة كبار العلماء بتعليق الصلاوات في خوفا من التفشي الحزر وأيضا ضار الإفتاء المصرية التي أفتت بذلك ووزارة الأوقاف التي أصدرت التعليمات الحقيقة يعني ضرب كل هذا عرض الحائط معا من المفترض أن يكون أستاذ الجامعة قدوة لنا جميعا وفي أصول دين وكلية أصول الدين معناه أنه يغرد خارج السرب وتم من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على الفور يعني عمل خطاب إلى السيد رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي وخطاب أيضا لعميد كلية أصول الدين الدكتور عبد الفتاح العواري لإعمال شأنهم تجاه هذه المخالفة من ناحيتهم أما نحن فألغينا ترخيص الخطابة ولم يعد يخطب لا جمعة ولا يقوم بأداء دروس في مساجد الأوقاف إن شاء الله إطلاقا لأنه هذا يعتبر مخالف أما بقية المخالفات ورأي الدين إيه يا فندي؟ الناس بتسأل في حالة زي دي يعني راجل متخصص وعلامة يعني أستاذ جامعي في أصول الدين وعلى دراية كملة بأمور الدين والفرد والواجب وإذا كان في مسؤولية تقع على عاتقه في رأي الدين هل هو آثم؟ كما صرح دار الإفتاة من قبل أن من يخالف نعم نعم رأي هيئة كبار العلماء ورأي دار الإفتاة المسجدية ورأي وزارة الأوقاف أنه آثم لأنه خرج عن الإجماع ولأن عند الضرورات تباح المحذورات فالآن في ضرورة ضرورة للتعليق بصلاة الجمعة يعني هذه مزايدة منه أنت تزايد على المصريين كلهم تزايد على الأظهر الشريف لمؤسساته التعليمية تزايد على دار الإفتاء المصرية كمؤسسة شرعية في مصر تزايد على وزارة الأوقاف كوزارة دعوية معنية من الطرز الأول بالشأن الديني في مصر أعتقد أنت تزايد على العالم كله إذا كانت الصلاوات علقت في جميع دول العالم الإسلامي والعربي وكل الدول التي بها هذا الفيرس وحذرت منه مسجد الرسول والحرم المكي ومسجد الحرمين الشريفين والأقصى أعتقد هذا المزايدة في غير محلها ولكن بعض الناس يريدون أن أولا يحرج مؤسسته الدينية هي مؤسسة الأظهر أعتقد أعتقد ذلك أنها تشعر بالإحراج لا لا يا فندم لا ما نقولش أنها تشعر بالإحراج أكيد فيه كل مكان يعني زي ما بيقال كده أي شجرة فيها ثمرة فاسدة ويعني نتمنى له المغفرة وإحنا بنسمحه على اللي حصل بس لازم الناس تكون مشؤولية أكتر وعندما تجمع الناس أعتقد هذا يعني مخالف لكل السفالي وكل العرب أكيد أكيد ونتمنى أنه ما يتكررش الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوآف أشكر حالك شكرا جزيلا على وجودك معنا وبتهيألي يعني الحكومة المصرية والهيئات الدينية سواء كانت هيئات إسلامية أو هيئات مسيحية بتتعامل بكل تفتح عقل وخطاب تقدمي مع الوضع اللي احنا فيه ولازم نكون على قد المسئولية وربنا ما دينا رخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى فرائده أرجوكو نروح لزميلي عمر عبد الحميد من محافظة الجيزة مساء الخير يا عمر قول لي أنت موجود في شارع إيه في الجيزة وقول لي مدى تنفيذ الحظر وإذا كنت اتكلمت مع أي من المسئولين في الكمائن عن تسير اليوم ومتابعة غلق المحال برحب بيك طبعا يحسام وبرحب جميع مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة إحنا فعلا في محافظة الجيزة لكن هنا في مدينة 6 أكتوبر داخل محافظة الجيزة عند منطقة الحسري بالأخص طبعا لأن يحسام زي ما أنت معارف أن المنطقة الحسري هنا من المناطق اللي بيكون مزدحمة وبيكون فيها عدد كبير جدا من الناس بالإضافة طبعا أن فيها كمان عدد كبير من المحلات والمطاعم وبيكون فيها عدد يعني أنواع مختلفة من المحلات بيكون موجودة طبعا يعني يمكن الصورة بتوضح جنبي إحسام هنا أن المحلات كلها مغلقة في تمام طبعا الساعة النهاردة طبعا كان يوم الجمعة فكل المطاعم ومعظم المحلات مقفولة ولكن مستثنى طبعا السوبر ماركتات والصيدليات والمخابز النهاردة على مدار اليوم طبعا بدأ الحظر في تمام الساعة سبعة هنا في منطقة الحصري وفي أكتوبر بشكل عام وفي مصر النهاردة اليوم التالت طبعا وفي مجموعة من الكمان يعني إحسام بخصوص سؤالك طبعا موجودة على مداخل ومخارج أكتوبر وموجودة هنا في مدان الحصري برضو يعني بتشوف أي حد جاي بشكل عام بتعرف هو نازل ليه بتتأكد من هويته وكمان بتشوف معاه تصريح للنزول ولا لأ هل هو عنده حالة طرقة أو لأ يعني بيتطمنه بشكل عام وبيأمنه الدنيا هنا في مدينة ستة أكتوبر بشكل عام إحسام طبعا احنا عارفين إنها مدينة سكنية وبالتالي فيها برضو أماكن كتير هي اللي بيكون فيها التجمعات سواء المولات الكبيرة أو منطقة زي الحصر اللي أنا فيها دي اللي بتجمع طبعا عدد كبير من المواطنين سواء من داخل أكتوبر أو من خارج أكتوبر وطبعا زي ما ما انت عارف إحسام إن هنا في مدينة ستة أكتوبر الحمد لله الشوارع فاضية والصورة بتوضح حوليها العربيات طبعا قليلة جدا في كمين موجودة في كذا حتة في مدينة ستة أكتوبر في عربيات كمان وكمين متحركة بتتحرك برضو بتشوف الناس بتشوف معهم تصريح ولا لأ بتتحرك في أكتوبر لكن الحمد لله الوضع بشكل عام المواطنين ملتزمين جدا طبعا بالحظر وديها شيء كويس يعني بيانهم عن وعي المواطنين بالإجراءات اللي بتتتخذها الحكومة طبعا اللي اضطرت الحكومة اللي بتتتخذها طبعا بسبب أزمة الكورونا اللي هي أزمة سواء كانت في مصر أو في العالم بشكل عام إن شاء الله يعني التزام المواطنين واهتمامهم طبعا بكل الإجراءات اللي بتتتخذها الحكومة ووعيهم بهذا الأمر شيء إن شاء الله هيخلينا نقدر يعني نعدي الأيام دي لكن المشهد بشكل عام زي ما أنت ما شايف يحسنها جنبي هو منظم والحمد لله الدنيا فاضية والناس ملتزمة بالحظر ونرجع عليكم في الوصول شكرا جزيلا يا عمر بشكرك على وجودك معنا وإن شاء الله ترجع بيتك بكل سهولة ويسر بشكرك على وجودك وبشكر أكيد كل الكرو اللي معاك فريق العمل اللي موجود معاك في مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة أكيد في تعاون ما بين العالم كله وده الواجب دلوقتي إذا كان الفارس ده أو المرض ده أو الوباء ده بيدرب كل دول العالم فما فيش فايدة من الانقسام يعني لازم نحط إيدنا كلنا في إيدين بعض لأن لو دولة خفت هتفضل أفلع على نفسها حتى نفسها في علبة مقفولة واتعمش مع الدول التانية إلا لما الدول التانية تخف فحيكون فيه وقف العملية التجارية أو الصفر أو الاقتصاد أو الرياضة كل ده حيكون بيتأثر لو ما تعملناش مع بعض الإنسانية هي اللي لازم تبقى كسبانة دلوقتي هي اللي تغلب عشان كده فيه كتير تعاون في دول الاتحاد الأوروبي في الجي توانتي أو الدول الصناعية العشرين أو الدول العشرين الكبار المملكة العربية السعودية كمان فيديو كونفرنس حصل من يومين فيه تعاون ما بين البلاد العربية النهاردة كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي جاله اتصال تليفوني من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية كلام في هذه المكالمة زي مصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رياسة الجمهورية ان الاتصال كان بخصوص تعاون مصري تونسي وجهود مشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتم التوافق بكل تأكيد ان يكون فيه تنصيق ما بين مصر وتونس بخصوص هذا الوباء ولازم يكون فيه كمان في خلال الفترات القادمة ان شاء الله تعاون على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري استثمارات بينية ما بين الدولتين في اطار عمل لجنة العليا المشتركة المصرية التونسية لكن بكل تأكيد الاتصال ده ما ينفعش يغفل الوضع الاقليمي خصوصا ان ما بين مصر وتونس دولة ليبيا الشقيقة وما يحدث فيها يمكن كنا تفاقلنا في الفترة الماضية بتوقف اطلاق النيران ما بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التابعة لحكومة السراج في الغرب الليبي لكن النهاردة حصل خرق لهذه الاتفاقية اتفاقية وقف اطلاق النيران اللي كان الناس بتتمنى انها تتم عشان يكون فيه جهود موحدة لمواجهة فيروس كورونا ميليشيات السراج ابتدت تطلق النيران مرة تانية جيش الليبي طلع بيان جيش الوطني الليبي باسم اللواء احمد المسماري المتحدث الرسمي قال ان قوات المسلحة الليبية بتجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة ضد الميليشيات الارهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وارهابيين تم نقلهم من الاراضي السورية واكد كمان اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته وده كان في بيان رسمي وبالتأكيد الكلام ده كان في اطار الاتصال الهاتفي ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بخصوص الوضع في الاراضي الليبية دولتين جوار وليبيا في المنتصف فيهم الدولتين بكل تأكيد الحفاظ على الاستقرار فيهم لازم يكون في استقرار في الاراضي الليبية خبر تاني معنا من وزارة الصحة والسكان آخر بيان صادر من وزارة الصحة المصرية مبارح متكلم عن تسعة وتلاتين حالة إيجابية جديدة وتلات حالات وفايات فبيكون إجمال المصابين في مصر حتى آخر بيان من وزارة الصحة وتحت آخر بيان ده مليون خط لأن احنا بنلتزم بالبيانات الخاصة بوزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أصبح عندنا 495 حالة إصابة من بداية الأزمة و24 حالة وفاة المتعافين 102 يعني بنتكلم في تقريبا أقل من الربع من الناس اللي أصيبت خفوا لو كنا بنتكلم تقريبا 501 منهم 101 يعني خمس تقريبا بالزبط ناس تعافت من المرض وخرجت من مستشفيات وزارة الصحة النهار ده كمان وزارة الصحة قالت أن مفيش لقاح لمنع العدوى لحد الآن على مستوى العالم ودي يا جماعة تحتها مليون خطة عشان الكلام اللي بيتقال خدوا أدوية كذا روحوا واشتروا مستضيليات أدوية كذا الكلام ده ممكن يضر أكتر مايفيد كان العالم كله قال وخد هذا البروتوكول العلاجي أرجوكوا خلي بالكم ونصحتكم مفيش أدوية بتمنع الإصابة في حاجات بتقوّل مناعة زي الفيتامين سي زي أن احنا ناكل بروتين حيواني هنكون معاكم في الجزء الثالث من الحلقة النهار ده بنتكلم على الجهاز المناعي وإزاي نقويه وإزاي نتعامل مع العوارد لكن على أي حال دي الأخبار الأخيرة من وزارة الصحة المصرية كل تأكيد هيكون فيه النهار ده بيان جديد من وزارة الصحة المصرية للمستجدات بخصوص الأعداد هنطلع دلوقتي فاصل قصير ومن بعدي خلينا نقول أن دايما الأرقام في الحالات اللي شبه دي هي اللي بتنور لنا الطريق وتورينا إحنا واقفين فين ورايحين فين ولازم كمان نكون شايفين اللي حوالينا الأوحش والأحسن على التوازي عشان نقدر نحط نفسنا في مكان أحسن في المستقبل الزميل العزيز خالد البراماوي بعد الفاصل والإحصاءات والأرقام من العالم والدول وبصر وأين نحن من الإصابات في الكورونا بعد الفاصل شوارع خالية والتزام تام من المولات والمحال التجارية والحرفية والمقاهي شهدته محافظات الجمهورية وذلك في استجابة سريعة لقرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالغلق التام يومي جمعة والسبت على مدار 24 ساعة حيث أغلقت هذه المحال أبوابها الساعة الخامسة يوم الخميس ولن تعاود العمل إلا صباح يوم الأحد باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز التي واصلت عمالها بشكل طبيعي وجاءت ذلك ضمن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات نقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره الفارق اليوم في ثالث أيام الحظر هو يوم الجمعة وهي أول جمعة بدون خطبة وصلاة جماعة فهي جمعة غير باقي الجمع ومع جولة لكاميرا الحياة اليوم في عدة أماكن لمتابعة تطبيق القرارات التي أعلنت عنها الحكومة وجدنا هدوء تام وسط محال مغلقة على الجانبين مع التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم ولم يتبقى غير الأنوار والسيارات المركونة القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا الهدف منها الحد من التجمعات ومنع الاختلاط الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الابتصاد بصورة كبيرة خاصة في العمل بالمصانع وهذا الأمر وما تحرص عليه الحكومة بشكل فعال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيروس عشان ما تقعش برضو في نفس الغلطات اللي الدول حصلت وقعت فيها في نفس الوقت لما عملنا تعداد السكان عشان نقدر نحدد فيه كم أسرة محتاجة يكون عندها تكافل وكرامة طرينا نعمل إحصاء بتاع عدد السكان لما عملنا إحصاء السكان عرفنا احنا عندنا كم طالب في المراحل الخاصة بالمدارس والمدارس الأجنبية والجامعات الأرقام دايما زي ما بيتقال لغة ما بتجدبش لأن الرقم واضح وصحيح لكل الناس ما فيش اختلاف على الرؤية فيه ممكن الناس تختلف في تفسيره بس يعني بيكون الاختلاف في حدود دايقة ودي اللي حنكون بالنقشه أو ده اللي حنكون بالنقشه في هذه الفقرة مع الزميل عزيز والستاذ خالد البراماوي الكاتب الصحف المتخصص في الإعلام الرقمي أهلا بيك أهلا بيك حسين نورنا دايما نضيف عزيز عزيز شرف ليه طبعا ليه الأرقام دايما بتكون أكثر إقناعا وأكثر أو أقصر الطرق للإقناع وتوصيل المعلومة لأن بشكل طبيعي في أزمة زي دي أنت عندك عدو مجهول يعني فيروس كورونا فيها سئلة كتيرة جدا حيرة فيه والسؤال الأكبر هو إزاي تقدر تقتله أو إزاي تقدر تهزمه فأنت بتحاول تشوف البيانات اللي هي علاقة بالحالات اللي عندك بالإمكانات اللي عندك فبتشوف الأول أنت إمكاناتك هي كدولة أو كمؤسسة من ناحية الإمكانات الطبية والاقتصادية والأمنية كل التجهيزات دي كلها بتحطها على جانب وبعد كده بتبدأ تشوف إيه البيانات المتوفرة عن الفيروس ده في دول تانية وبتبدأ كمان تشوف وضعك كمان لأنك أنت مش عارف هو الفيروس ده بيأثر على الجينات ولا بيأثر على الأعمار ولا في البداية يعني بيأثر على أي نوع من أنواع الأمراض قبل ما يكون عندنا الأرقام عشان نعرف من خلالها نعرف يعني عليك منهج بالضبط منهج تحليلي منهج تحليلي ومنهج جمع بيانات كمان دايما كان بيقولك البيانات لوحدها هي لا تعني شيء يعني رقم بيقول أن مصر فيها 100 مليون ده يعني إيه طيب ده البيان طيب المعلومة المعلومة أن مصر مثلا فيها متوسط أعمار من الأصغر في العالم دي المعلومة طيب الليفل التالت اللي بعدها اللي هو النولج المعرفة إنه ده معنى إيه هنعمل إيه إيه القرارات اللي ناخدها إيه الخطوات اللي ممكن الحكومة تاخدها في كل الأزمات بشكل عام فدائما يجيو لك إيه البيانات أول مرحلة هو مجرد أرقام المعلومات هي شرح وفهم البيانات دي الرقم ده المعلومة المصمطة دي ثم النولج أو المعرفة هو إزاي توظف ده بأكشن زي بالضبط درجة الحرارة يعني درجة الحرارة 25 مقاوية ده بيان طيب المعلومة إيه إن 25% يعني جوه متوسط طيب النولج إن 25% متوسط في بيئة مصر مع رتوبة مع معها ده معناها النولج إن أنت تاخد بالك تلبس كذا أو ما تلبس كذا تخرج كذا أو ما تخرج شيء أو تعمل اللي هو الأكشن القرار اللي أنت ممكن تاخده ده على مثال حاجة بسيطة حاجة بسيطة ليه علاقة طيب خلينا نروح للصورة الأوسع في العالم كله وإصابات الكورونا ونبتدي من أول سلايد معنا إصابات العالم وده آخر يعني تحديث قبل ما نخش البنامج على الهواء من تقريبا ساعتين ونصف تلات ساعات دي الأرقام اللي معترف بيها من منظمة الصحة العالمية خلينا نبتدي 1158 يعني إحنا بنتكلم في رقم ضخم طب غض الناس بس مقارنة بسكان العالم مقارنة بسكان العالم ومقارنة كمان باللي أنت تعرفه من الإصابات في البيانات الأولية اللي هي علاقة بكورونا إحنا بندور على أول حاجة عدد الإصابات عدد الإصابات دي بنا نحنا بناعرفها منين أو المؤسسات أو الدول بتعرفها منين يعني بتبدأ بتبدأ مايكرو أوي بتبدأ من المستشفى نفسها المستشفى بيجي لها كيس أو هي بيتم إبلاغها بكيس وزي ما شفنا أن مثلا واحدة من الحاجات اللي الوزارة الصحة عملتها مؤخرا أن لما يكون فيه شك ما تجيش عن المستشفى إحنا هنجي لك ليه لأن أثناء ذهابك للمستشفى أصلا ده ممكن يبقى فيه حوالي 10-15 حالة زي ما حصل زي نموذج كوريا كوريا تقريبا 70-80% من الحالات حصلت بسبب أن حالة راحت وشكت ورجع الثاني ثلاثة أربعة أيام بقى الموضوع فيروس وانتشر فأنت أول لفل أن أنت إزاي بترصد الرقم بتاع الحالات دي فبتروح تجيب الحالة بتحطها تتأكد منها فالوزارة دي أليه ترصف فبتبدأ والمخالطين للحالة ثم بتروح والمخالطين بقى ده الإجراء اللي هو الأكشن اللي أنت بتعمله اللي هو الليفل بقى اللي هو بتاع النولج أن أنت خلاص عارف أن في مخالطين وإنت في مصر واخد خط قرار أن أي مخالط مهما كان عدده أنا هعمل حاجة مهما كانت التكلفة والتكلفة دي كبيرة ببسيطة يعني أنت عندك في حالات الناس اللي عايزة تروح تعمل الكشف بتعمل الكشف بألف جنيه كشف الPCR فتخيل الحكومة بتعمل كشفات لكل المخالطين من غير ما تكلفهم فهرقهم ضخم على المنزاني لا بتحجر القرار ده رغم تكلفته اللي اقتصادية وقتها لكن أنا في اعتقادي قل للكتير وعطل كتير من نمو الفيروس في مصر ونتمجد أن ده يستمر نرجع بقى للأرقام أول البيانات اللي يعلق بالإصابات نصف مليون إصابة على مستوى العالم نصف مليون إصابة في الوفايات تقريبا 25 ألف وعندنا عادوا من الإصابات أو خفوا 128 ألف من المتعافين من المرض والسلايد اللي فاتت دي حسامها هنروح بقى على الجدول ليه لأن احنا بتدور احنا مش بس حالات الوفاة والإصابة والتعافي انت كمان عايز الناس اللي هي في العناية المركزة انت عايز النسبة كمان بتاعة الناس اللي دخلت مستشفى وما دخلتش عناية مركزة انت عايز كمان نسبة الناس اللي عندها أمراض وكم مرض مرضين ثلاثة والحالات خلينا نقراب أبن الأرقام طيب احنا وفقا لآخر ده احنا عندنا أمريكا هي رقم واحد وده صعود مفاجئ صعود مفاجئ في عدد الحالات مش في الوفيات أمريكا كانت رقم ثلاثة بعد الصين وإيطاليا أصبحت رقم واحد بخمسة وتمانين ألف حالة سبعمائة خمسة وخمسين وده حصل مبارح بس هنا هتلاقي كل دولة على فكرة هتلاقي لها نموذج مختلف أول اعتبر اللي سنتاخد بالك منه إن احنا مبنقدرش مفيش دولة في العالم هتقدر تاخد رقم دقيق لعلاقة بالإصابات يعني الإصابات في ناس نيويورك تامز وبتكلم على نسبة الدقة في الموضوع بتاع الإصابات ده ممكن تصل لستين في المية تخيل لإن مش كل الناس بتروح المستشفى ومش كل الناس عندها أعراض واحدة وفي كيسز ما ظهرش أعراض خلاص وبيخفوا بيعدي على يوم وبيجيب عندهم الفيروس وبيخفوا وتتكلم على من نهاية من نهاية يناير وأول فبراير وفي كيس بتجيلها عراض خفيفة وفي كيس بتتحل بدكتور وفي كيس بتضطر تروح المستشفى اللي بيتضطر ويروح المستشفى لا يتجاوزوا لا يتجاوزوا مثلا في الكيس بتاعة إيطاليا 20% طيب عندك مثلا أمريكا هتلاقي هنا فيه لغز وكان بعض الزملاء وإحنا كنا من دردش قبل ما نيجي بنتكلم على ليه أمريكا عالية جدا وزي الارتفاع ده عمل 4-5 أضعاف في خلال أسبوع ده لي علاقة أكتر بفكرة انتشار الفيروس والعملية الرياضية اللي تمت هنا وإجراءات الاحترازية اللي خدتها حكومة ترامب في الفترة الأخيرة والإجراءات الاحترازية اللي خدتها وكمان فكرة القلية بتاعت انتشاره هو الموضوع كله ان فيه مثلا فيه وهنا الصدفة على فكرة بتلعب دور كبير والإجراءات اللي اتخذها الدول بتلعب دور كبير متوسطة الأعمار بتلعب دور كبير بل ممكن عدد ساعات اليوم والليل بتلعب دور كبير درجات الحرارة كل الكلام ده كله يبلعب دور قد ايه وإحنا هنشوفه في فكرة السن وكمان الجنس راجل أو سن بزرق خلينا نقرأ سريعا الأرقام بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا أول والصين كمان أول أربع دول دول أول 15 دولة اللي معرضين قدام حضراتكم مجموع الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا أول ثلاثة 85 ألف أمريكا الصين 81 ألف إيطاليا 80 ألف أسبانيا 64 الوفايات الولايات المتحدة هي الرقم الأول في الإصابات لكن عندها رقم أقل من الصين وإيطاليا في الوفايات عندها 1300 والصين عندها 3200 وإيطاليا عندها 8200 طبعاً الكسور الأرقام الصغيرة دي يعني هيا آه حيوات طبعاً ربنا يرحمهم بكل تأكيد لكن يعني هنتغضى عنها عشان من نغربش حضراتكم في التفاصيل أرجع لسؤالك أرجع لسؤالك بتاع أمريكا طبعاً إحنا بنجلنا البيانات وبنقض نفكر ده معناه إيه وتبص على مجموعة من البيانات التانية عشان تبدأ تحلل بيان مع بيان بتوصل لنوع من المعلومة اللي أنت تبص عليه أمريكا الفيروس موجود فيها من فترة لكن لحظة انفجاره كانت واضح أنها لحظة انفجار دائرية أكتر كان آه نيورك هي البقرة الرئيسية لكن بدأت تنتشر كتير مع أجهزة التاست عندهم عدد أكبر من أجهزة الاختبار فقدروا يعرفوا إصابات أكتر متقصة الأعمار كمان في أمريكا ستة وتلاتين خمسة وتلاتين سنة مقارنة مثلا بإيطاليا تمانية واربعين سنة تمانية واربعين سنة والدول الأوروبية المتوسط بتاعها كله في حدود الخمسة واربعين عندنا أكتر تلات دول في متوسط الأعمار في السن إيطاليا رقم واحد عالميا يليها اليابان أو ألمانيا دول التلاتة أسبانيا برضو بيرا وفرنسا العدد الضخم في إيطاليا لأن المناعة بتقل مع كبر السن فيكون أكثر عرضة للوفاة في الإصابة بكورونا ده جزء من تفسير الحالة الإيطالية وده هنروح له برضو ده جزء من تفسير الحالة الإيطالية لننشوف نفس الجدول بس موقع مصر في نفس الجدول موجود معنا دلوقتي حياة طب أتب أنا أستاذينك عايزة في معلومة يمكن أن يمزاريت بس هي مجد هنا البيان ده بيقول حاجة ظريفة قوي بيقولك كمان أنت هنا بتبص على الأرقام بيزدى على الفاجعة الأكبر هي حالات الإصابة والفاجعة اللي يليها هي فاجعة الوفيات لكن كمان فيه فاجعة تانية أو فيه أمر تاني لازم تبص عليه اللي هو عدد الإصابات في المليون بالزبط في المليون ليه؟ يعني لو دولة فيها مليون شخص والمليون شخص دول حصل إصابة لألف شخص كورونا ده معنى إيه؟ مليون وألف طيب لو الدولة دي يعني ضد أو مقارنة بدولة تانية عندها مئة مليون وعندها ألفين حالة 2000 حالة أعلى من ألف بس الدولة دي عندها مليون شخص والدولة دي عندها مقرنة بعدد السكان مقرنة بعدد السكان مقرنة بالإمكانيات تعالنا نبص مثلا مصر فين ودي من ضمن الأرقام أعتقد الجيدة مصر ترتبعها 161 في القيمة اللي حطها World Meter قدامنا عندنا 495 إصابة و24 حالة وفاة موجودة قدامنا مصر التالت من تحت آه علش النظر بقى أبدا 995 إصابة عندنا 24 حالة وفاة المتعافين 102 نسبة الإصابة بالنسبة للمليون 2 من 10 يعني نسبة الوفاة نسبة الوفاة أسف نسبة الوفاة 2 من 10 في المليون في المليون يعني وسط كل مليون واحد في 2 من 10 يعني ما كملش بالنص بنيا إدم أه بالضبط أعلم كده وأقول لك حاجة كمان يعني عشان نسهلها السادة مشاهدين في كل 10 مليون فيه شخص واحد بيموت في مصر من الكورونا تقريبا افتكر الكلام ده بعد سنة من دلوقتي الحظر متوسط الوفيات في مصر في الحوادث حوالي 22-25 يوميا حوادث الترق حوادث الترق تحديدا كمان حوادث بشكل عام كبير أنا أتوقع يعني التعازي للحادثة العظيمة شرا يعني عظيمة شرا فيه اللي حصل على الدائرة الإقليمية في أول أيام الحظر فيه 18 مواطن مصري فقط حياته بكل تأكيد تخيله يعني السواده كان مموت تقريبا نفس العدد بتاع كورونا في مصر فاربع شهور كورونا موتت 25-1 أو 24-1 السواده موت 18-1 يعني البقاء لله في ده مش معناه خالص أن احنا يعني عندنا يعني أريحية في التعامل مع كورونا في مصر لا احنا مرضو مجدودين واحتمالات الانفجار أو السيناريوهات الانفجار وردة ليه لأن انت السياسة بتاعتك بتحاول على قد ما تقدر السياسة الصحية المصرية بتحاول على قد ما تقدر تحتوي أي حالة بكل دائرة المخالطين فيها مهما كانت الدائرة دي يتصل يعني في الدقاه لها تقريبا 200 أو 800 أسرة مزود بنتكلم على في بداية الحالات السفينة كل السفينة اللي كانت في الأكسور تقريبا تعرضت بشكل أو بآخر لأنواع من الحجر وأنواع من الكشف والرقابة الصحية كل الناس اللي بتيجي من بره بيتم المكالمة ليهم والاتصال بيهم الأداء ده خلاك على قادر بشكل كبير برضو خبالك بورس جونسون أصيب النهاردة رئيس وزراء إنجلترا أصيب النهاردة وزير الصحة وزير الصحة وقعد في البيت وقعد في البيت وبرس جونسون ما رحشه مستشفى قعد في البيت يقال أن وزير العدل كمان البريطاني أصيبه في حجر صحي منزلي فأنت بتتكلم ثلاثة من تان داونينج أنا كنت مش عارف يعني حتى إلى الآن وليه العهد شخصية فأنت حتى الآن أنت ما عندكش معلومة تقدر تصق فيها على فكرة الفيروس بيعيش في الهواء قد إيه وفي أي أجوال مجموعة مية في الليل أنه ممكن يكون بيتنقل بالنفس أن الفيروس قادر على الحياة من النفس مش بس العطسة أو الكحة يعني لو واحد ودي نظرية برضو لم تطبق حتى الآن أو لم يتم إثبات صحتها أن لو حد بيتنفس في وش واحد ممكن يتعدي من غير ما يكون فيه رزاز عشان كده بيقوله أنت لازم يكون لو بصيت مثلا على لوكسنبورغ وآيزلاندا دول أكتر دول عندها مشكلة في الوفيات والإصابة مقارنة بعدد السكان مش إيطاليا ولا أسبانيا ولا أمريكا ولا الصين لأن عدد سكان لوكسنبورغ وله جدا والحالات كبيرة والحالات كثيرة طيب خلينا نروح للجدول اللي معنا سريعا أول جدول خاص بالسن الأعمار نسبة الأعمار فوق التمانين سنة في الجدول مقسومة اتنين الحالات المؤكدة وكل الحالات الحالات المؤكدة 21.9% فوق التمانين سنة و14.8% أرجوك تشرح لنا الفرق ما بين الحالات المؤكدة والغير مؤكدة الجدول دا بيكلم على نسبة الناس اللي بتموت من اللي بيدخلوا مستشفى في الأعمار دي بمعنى يعني مثلا انت عندك مين دخل المستشفى من سن 0-9 حتى الآن عالميا لم يوجد أي حالة لطفل توفى من الكورونا مش أصيب الكورونا خد بالك وفاية السابت ان كورونا تصيب الجميع الجميع أبيض أسود كبير صغير راجل ست لكن الوفاة في السن من 0-10 ما فيش حال ما فيش حال في السن من 10-19 انت بتتكلم على 0.2 وغالبا بتبقى حالات صحية لأمراض غامضة أو تاريخ طبي مش واضحة النسب بقى الكبيرة هنا النسب اللي هي مثلا كل هنقول كل حالات اللي بتدخل المستشفى هنبدأ مثلا الحالات من أول أرقام واحدة من 20-29 و30-39 و10-19 احنا بنتكلم من 10 سنين لحد 39 سنة نسبة الوفاة 2 من 10% على مستوى العالم تقريبا يعني بعدين يعني مثلا من 40 يعني مثلا هو بيقولك ان من 40 ل 49 سنة اللي دخلوا المستشفى فيهم سي 100 حالة المية حالة دول نص حالة منهم توفت بينما اللي من 50 ل 59 أمسي خد بالكو دي بيانات إيطاليا مش العالم كل لا دي العالم احنا لسه عندنا إيطاليا ماشي فعندك بس النسب دي هتزيد ازاي من سن 60 يعني من كل 100 حالة من سن 60 ل 69 بتخش المستشفى من كل 100 3.6 بيتوفى الحالات دي بتفضل يعني أقل من 4 أشخاص ده كمان انت تتكلم على 60 ل 90 الحالات من 70 ل 69 هكذا فكرة بقى المؤكدة هو حطتها كمان بلاس 80 بلاس 80 الحالات اللي بتموت بدخولها المستشفى مؤكدة 21% يعني كل 100 حالة 20 لكن مش مؤكد هل الوفاة كانت بسبب كورونا ولا أمراض تانية ممكن يكون عنده كورونا بس عنده سرطان سرطان وكورونا لا سرطان في مضاعفات حصلت هنا لكن المؤكد بسبب كورونا اللي هو الـ 14 يعني التخوف الأكتر من سن 50 في سعود أكثر الناس عرضة للوفاة أو أكثر من توفى من 20 سنة الله يمور عليك مش للإصابة للوفاة كل الناس معرضة للإصابة الزبط لكن نشوفها في إيطاليا النموذج الأكثر رعبا يعني للناس بتخاف منه ده قدامنا الرسم البياني الخاص بالوفيات طبعا للأعمار في إيطاليا يعني أنت عندك في إيطاليا أكبر عمودين من 80 ل 89 بالزبط في أكثر من 800 حالة ومن 70 ل 79 بنتكلم في حوالي 700 حالة حالات يعني كل الحالات اللي هي كلها أقل من 50 أو 60 سنة ده يوم 17 مارس ده على 1200 كيس تحليلية هم بياخدوا عينا عشوائية الـ 1200 يتوقفوا يوم 17 مارس تمام النسبة الأخرى اللي مفروض نبص عليها هي الجنس الرجل والمرأة ودي نقطة يعني إيه للاسف أثار الجدل أثار الجدل وأثار الكوميكس جدا جدا إن الرجال أكثر عرضة للإصابة والوفاة بفيروس كورونا بالزبط وكان فيه تفاصيل كتير خاصة بإن الرجال أكثر تدخينا وإن الرجال أكثر الممارسات السياحة الصحية واللايف ستايل شرب الخمور عدم الالتفات إلى الصحة كل دي بترجح كافة الذكور على الإنار وكمان يعني جزء من الفكرة إيه أنت لما تيجي بتبدأ تبص على الداتا أنت واحدة مثلا من البيانات المهمة اللي أنا راهن عليها هي فكرة اللايف ستايل نمط الحياة إيطاليا الأرقام عليت ليه كنت لسه أبنا ندخل كنت بتقول لي لغز إيطاليا صعب جدا إيطاليا عليت بسبب أولا معاملات التعامل مع الأزمة إيطاليا كان الحالات بتاعتها في إطار 3 11 مش بعيد عننا كمصر وفي دولة على فكرة كنا احنا أعلى منها في مرحلة ما لكن حصلت له انفجار انفجار بسبب التعامل مع الأزمة في بدايتها كان غلط انفجار بسبب كمان ان الكتير جدا من الطالينة قاعدين جم اللي هو الشباب قاعدين مع أهلهم غير نمط الحياة الإنجليزي والفرنسي والأمريكي والكندي ان في استقلالية وفي سكن مستقل الطالينة وده دين عندهم حتى زينا ودين من حتى تخوف دول حوض البحر المتوسط البعض الاجتماعي وده كان أكثر من تخيل إيطاليا وأسبانيا وحيبا في اليونان مصر الدول برضو اللي فيها حضارات أديمة فيه فدول في حميمية فالحد الوقت أصلا فيه بيوت في إيطاليا فيها الأب والابن والجد ففيه تزاور فيه لقاءات كتيرة وفي البداية الأزمة وده لازم نحذر منها في بداية الأزمة في إيطاليا وأسبانيا وده الوقت بيحصل في كاليفورنيا ونيورك نفس القصة عشان كده أعلنوا طوارئ في نيورك وكاليفورنيا في حظر تجوال طوال اليوم لمدة شهر ومع أن كاليفورنيا من أكتر الأماكن اللي فيها سكانها 40 مليون واحد قاعد في البيت غصب نعم وأجواءها نسبيا دافئة بالظرط يعني مش عشان زياني يوته طبعا خلينا فيه الثلاث جداول مهمين عايزين نبص عليهم سريعا قبل ما نروح للتجربة المصرية والأرقام المصرية الجنس ما بين الذكور والإناث ومعدلات الوفاة ما بين الذكور والإناث هنعرضوا على حضراتكو دلوقتي حالا وبعدها هنتختلف من دولة الدولة بس كلهم ده بالنسبة معين من الرجال أكتر ده في إيطاليا عدد حالات الوفاة للذكور في إيطاليا 24 حالة للذكور بيقابلها 10 حالات للوفاة في الإناث ولكل عشر حالات وفاء في الإناث بيقابلها 14 حالة في الوضع الآخر للذكور فقصين نفس القصة يعني هو فيه شبه الأمر محسوم للذكور أكثر ما عرفش أعتقد ده جزء على فكرة من كمان تحليل البيانات اللي انت قلتها فيه تقرير عالمية كتيرة جدا بتتكلم عليها لكن بشكل حاسم لا ده بقى اللوى الليفل بتاع الناوليج احنا دلوقتي عندك بيان بيقول الرجال أكثر من ستات وعندك معلومات ان الرجالة دول كان عندهم الأمراض الفلانية والستات دي كان عندها الأمراض العلانية فانت بعد كده بتبدأ تحالل الكلام ده عشان توصل لناوليج معلومات تاخد ألا من المعرض للوفاء أكتر في أزمات زي دي أو فيروسات زي دي على مستوى العالم الذكور 4.7% من من أصيب بكورونا توفى لكن في السيدات 2.8% يعني كل مئة حالة ضعف كل مئة حالة كورونا فيه 4.8% ذكور توفوا توفوا و 2.8% من عشرة إناث توفوا ده بالنسبة لفكرة من المرحقات المبكيات آه يعني ربنا يمد في عمرهم نخش سريعا على بالمناسبة متوسط حالات الأعمار في مصر للسيدات أكتر من رجال هم الصابرات المحتسبات والإشاعة اللي بتقول أو المعلومة الغير الصحيحة اللي بتقول إن النساء في مصر أكتر من رجال لا غلط الرجال في مصر أكتر من نساء بنسبة 1.5% أو 2% يعني 1.5% و حاجة و نص تقريبا خلينا نروح بقى لالخطر الأكبر كمان غير السن وهو الحالات المرضية ومن لديه أمراض ممكن تكون تخليه أو تضعه في موقف حرج قصاد فيروس الكورونا ودي النسب العالمية أولا الكارديوفاسكولر ديزيز الأمراض الخاصة بالقلب والأوعية الدموية 13.2 من 10 نسبة الوفاء من من أصيبه بكورونا بعدها بييجي السكر 9.2 من 10% الكرونيك رسفيراتري ديزيز أو الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي 8 من 10% هايبرتنشن مريض الضغط 8.4 من 10% من الحالات الوفاء كان عندهم ضغط عالي والكنسر السرطان 7.6 من 10% من من توفى بالإصابة كان عندهم سرطان سرطان وده برضو يأكد فكرة أن أغلب الحالات التي توفت أغلبها بنسبة 99% يعني إيطاليا مثلا 99% من حالات الوفاء في إيطاليا لناس كان عندهم أمراض مزمنة سابقة 48% ويريت مروان زي مننا يعرضها 48% من الحالات كان عندهم 3 أمراض مزمنة 24% وشوية كان عندهم مراضين مزمنين 24 أو 23 وشوية كان عندهم مرض واحد مزمن أوكي وأقل من 1% ما كانش عندهم أمراض مزمنة أو ما كانش عندهم بالأحرى يعني تاريخ مرضي معروف وأكتر ناس بتتعرض للمشاكل هي ناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي مشاكل في الجهاز الدوري الدم والقلب موجودة قدامنا دي في إيطاليا دي نسبة بتاعت إيطاليا 48 ونص عندهم 3 أمراض إلى جانب الكورونا و 8 من 10% ما كانش عندهم أي مرض أصحاء 25 و 1 من 10% كان عندهم مرض واحد من الأمراض اللي احنا ذكرناها 25 و 6 من 10 كان عندهم مرضين من الأمراض اللي احنا ذكرناهم ودي عينة ليوم 17 مارس للإصابات اللي حصلت في إيطاليا لحد يوم 17 فده معناها إن احنا الناس اللي عندها أمراض مزمنة مفترض هي أكتر ناس أنا فيعتقادي إن أي حد عنده مرض مزمن لما يحجر نفسه ذاتيا بإرادته الإسبوعين دول هو بيحفظ حياته بالظبط عشان كده بنقول كمان للشباب يخلي بالهم حتى لو مش حيبان عليه خلي بالك من الوالد أو من الوالدة أو من الجد أو الجند لأنهم أكبر ثنة أكبر ثنة وهم أكثر عرضة لاستقبال المرض عنك أرجوك لازم أأكد عليها ليه مشكلة كتير جدا وأنا دي بقى مانع زعلتني أوي اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول يعني كنا شباب وكنا شباب طبيعي بنخرج ونروح بقى نقعد ننزل لأ بلاي ستيشن نتجمع نقعد فزرفي زي ده كتير جدا راحوا عملوا إيه قاعدوا في شقة واحد زملهم أو في بيته اللي في نفس الشارع مفيش حاجر متجمعين حاجر على الشارع وقادي مع بعض وهو في ظنه إيه هو عنده احتماليا هو بيقولك يا عم أنا مش هيجيلي ولو جايلي مش هموت بالظبط وده صحيح فعلا هو غالبا احتمالات إنه يجيلك مش كبيرة واحتمالات إنه أنت تموت فيه آه لكن أنت لازم تعرف إنه ممكن المرض يجيلك ومن غير ما تاخد بالك ما يبقاش فيه عراض أصلا خالص نهائي أو تبقى عراض بسيطة وتنقله لوالدك أو والدتك أو جدك أو جدتك وده اللي حصل في إيطاليا إيطاليا الشباب نزلوا يعني فيه أكتر من ستوريا على فكرة إن العمد ورؤساء المدن كانوا بيصرخوا من الشباب عملين بينزلوا ويلعبوا زي اللي كانوا بيعودوا عندنا في البنزينات في المحلات بتاعت البنزينات طيب تخيل هقول اسم عماد تخيل عماد ده أو هيسم أو نزل وراح وراح وجيه ولعب وخد عدوى من واحد زميله وهو في نفس البيت والده عنده حاجة وستين سنة وعنده مرض أوكي وهو الولد كويس جدا ما عندهش أي حاجة ومش أقول مدخن المدخنين طبعا عندهم مشكلة عندهم أكثر ناقل لوالده ناقل لوالده والظروف وده حصل في إيطاليا ناس كتيرة جدا وللأسف كمان ده فيه ناس ما بتدفنش صعب أنا عارف لكن أنت هيبقى في رقابتك في رقابتك زمبك زمب العديد وهتبقى صعب دون الأهل يعني مش حاجة بسيطة خلينا بقى نروح لمصر مباشرة والنسب مع العالم يوم 3 مارس ويوم 10 مارس ويوم 17 مارس و24 مارس دي الإحصاءات اللي احنا موجودة معانا دلوقتي يوم 3 مارس ألمانيا الإصابات فيها 203 إيران 2336 فرنسا 212 بريطانيا 51 فيه فرقات كبيرة ما بين الأعداد يمكن إيران الأكثر وأقل هي بريطانيا بريطانيا من يوم 3 مارس لحد النهاردة كانت 51 أصبحت 8077 بص هتلاقي فيه تلات مجموعات من الدول في البيانات ممكن نبقى نتكلم عن يوم بشكل مفصل عندك مجموعات من الدول كان التطور الخاص بكرونا كان تطور مدار بمعنى النمو والحالات مناسب مع المعادلة الرياضية مع الإجراءات اللي هم أخدوها مع ظروف كتير جدا ليه علاقة بمعدلات السن بمعدلات السكان بالمعدلات الصحية بالأجواء بكل الكلام ده كله فده المجموعة ده المجموعة دي فيها مين فيها مصر فيها السعودية فيها الإمارات فيها جنوب أفريقيا فيها البرازيل فيها بلغاريا فيها فيها اليونان وكيف وفي مجموعات تانية من الدول حصل فيها نمو مرحلي ثم انفجار الدول اللي حصل فيها انفجار هي إيطاليا هي إسبانيا هي إنجلترا هي ألمانيا هي طبعا أمريكا حصل انفجار فيه فجأة وإيطاليا قصة مقاطعة واحدة حصل فيها انفجار كبير 80 حالة ملا إيطاليا ملا إيطاليا وإحنا لحد دلوقتي إحنا في المرحلة التانية حاجة وتمانين الحمد لله ما روحناش للانفجار إحنا لحد دلوقتي قادر تحافظ أن ما فيش انفجار عندك يعني ما فيش محافظة اتقفلت ما فيش مدينة اتقفلت ما فيش منطقة زي بي ما فيش ما حصلش زي انت عندك مقاطعة لمبادوريا أو لمباريا الإيطالية دي من بابها اتقفلت دي مقاطعة فيها أكثر من 7-8 مدن كبيرة منهم نابولي فدي اتقفلت فانت ما عندكش ده وما عندكش انفجارات متعددة في أماكن كتيرة فانت قادر يعني أنا ما احترامي وفيه كتير جدا من الأصدقاء بيكلموا على الأرقام ودقتها يا جماعة الأرقام فيما يتعلق بحالات الإصابة مستحيل تبقى دقيقة مليون في الماء بالأسباب اللي احنا قلناها لكن الحالات الوفاء بنسبة لا تقل عن 95-99% وده نسبة مش شوية دقيقة ليه؟ لأنه ما فيش حد هيبقى عنده حالة صعبة تستدقى يروح المستشفى المستشفى ومش هيروح ويرضع العام في البيت ده صعب جدا لكن الإصابة ممكن عشان كده الأرقام اللي قصدنا هي دقيقة بنسبة كبيرة لكن لو رجعت بقى وراء هتلاقي في دول بعينها تعمدت إخفاء أرقام ودي اتفضحت واتكشفت بالتأكيد ودي حنعمل لها حالة حنتكلم فيها يعني بس خلينا نروح بقى للتجربة المصرية وناخد من 26 مارس نزولا إلى يوم 8 مارس وبداية الحالات وحالات الوفاء مع المزف الاعتبار أنت عندك أول حالة كانت يوم 14 بالظبط فبراير بالظبط 26 مارس وفات 3 حالات لمصريين منهم 6 عندها 60 سنة وراجل عنده 72 سنة وراجل تاني عنده 78 سنة وجميعهم كانوا من محافظة القاهرة دي يوم 26 مارس 25 مارس وفات مواطن مصري عنده 63 سنة كان من محافظة المنوفية 24 مارس واحدة 6 مصرية من محافظة السكندرية عندها 54 سنة يوم 23 مارس 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي مش مصري وأربع حالات من المصريين 22 مارس كان فيه أربع حالات واحدة 6 عندها 51 سنة مصري عنده 80 سنة مصري عنده 73 سنة مصري عنده 56 سنة 21 مارس حالتين 6 مصرية 68 سنة من محافظة الجيزة والأخرى لمواطن مصري عنده 75 سنة من محافظة الجيزة أيضا 20 مارس مصري عنده 60 سنة من محافظة الجيزة وده كان في إيطاليا ورجع 19 مارس مصري عنده 68 سنة من محافظة الجيزة واتوفى في مستشفى العزل 18 مارس ما كانش فيه حالات وفاة في مصر 17 مارس كان فيه حالتين وفاة واحدة لإيطالية عندها 78 سنة وماتت في مستشفى العزل ومصري آخر عنده 70 سنة من محافظة القاهرة 16 مارس حالتين ألماني الجنسية عنده 72 سنة من محافظة الأقصر ومصري آخر 50 سنة من محافظة ده أهلية 15 و 14 و 13 مارس ما كانش فيه حالات وفاة 12 مارس وفاة أول حالة لسيدة مصرية كان يوم 12 مارس وكان عندها 60 سنة يوم 8 مارس أول حالة في مصر كانت لألماني الجنسية عنده 60 سنة الأعمار كلها يا خالد فوق 50 الأعمار كبيرة 7 ستات و 13 رجل وأربع أجانب والمعظم وده الغريب في الأمر أنه من الجيزة والقاهرة الريف والحضر هل ده ليه علاقة بنمط الحياة ممكن هل ده ليه علاقة باللايف ستايل زي ما كنا بنتكلم ممكن جدا ليه علاقة بنمط الغيزة بالهوى كل الأمور دي أنا في اعتقادي أكيد لكن نسبتها ايه دي أعتقد لسه بس على غير المتوقع الناس كانت بتقول أنه ممكن في المحافظات الريفية وجه بحري أو وجه قبلي تكون حالات أكثر اختلاطا فيتكون الإصابات والتخوف فيها أكتر لكن حالات الوفاة معظمها في القاهرة والجيزة بس أنا عندي ظن وممكن نتأكد بس دي مش معلومة ده ظن الفيروس ده بيجي لإيه للجهاز التنافسي هو جاي هنا مظلوك فهنا مربوط بالرئة ومربوط بالهوى باختصار فالهوى اللي بنشمه في القاهرة والجيزة وأنا دي أنا مش معلومة علمية أنا بتكلم على لا أكثر تلوثا بكل تأكيد عن أماكن الزراعية فيه معلومة بتقول أن الجهاز الفيروس ده بيجي لجهاز التنافسي وفيه معلومة تانية بتقول أن القاهرة والجيزة من الأكثر مدن تلوثا في العالم مظبوط الرابط ما بينهم إيه منطقية إيه ده يعني ممكن نعرضه على دكتور لكن ده أنا مش أقول تفسيري أو تحليلي لكن ده الشاهد أصابنا دلوقتي زي ما شفنا البيانات بتاعة إيطاليا بتتكلم على الأمراض وتأثيرها اللايف ستايل وتأثيره الأعمار وتأثيرها كل الأمور دي كلها مؤثرة بشكل وباخر وده بيأكد كمان معلومة اللي احنا كنا نتكلم فيها أن الرجالة أكتر من الستات يعني فيه 13 حالة مصرية للذكور و7 حالات للسيدات مناسب للنسبة العالمية نسبة العالمية نفس اللي احنا كنا نتكلم فيه رجالتنا زي رجالت العالم وستاتنا زي ستات العالم بالضبط يعني نحنش مختلفين لس عشان ما نزعلش حر وين الأعمار كلها معظمها فوق الخمسين اه أنا ملاحظت كمان حتى الحالتين اللي هي في الخمسينات كان السيداتين كمان اه بالضبط معرفش ده ايه بلا برضو انت احنا ده الحمد لله الحمد لله البيانات اللي ليه علاقة بالوفاة في مصر والهيلا فمش ما تقدرش تبني نسبة تحليلية عليها بس تقدر يعني الدلالات اللي موجودة على هذه الارضة تقدر تخليك تبقى شايف انت فين يعني احنا دلوقتي وصلنا يعني لاخر المليون انت عندك خمسة كل مليون اصابة عندك دولة زي اسبانيا تلتمية كل مليون فيه تلتمية مصابين لكسنبورج 2300 مصابين من كل مليون طيب دلوقتي احنا في اخر هذه الفقرة شفنا مصر مقارنة بالدول التانية نسبة الاصابات ونسبة الوفايات الذكور والاناث والاعمار احنا فين من الارقام بتقولنا احنا فين ورايحين فين في الفترة اللي جاية بص اول ما الحكومة بدأت تشتغل على الازمة قالت جملة انا صراحة كنت من اول من اول مرة اسمحها قالك عندنا سيناريوهات معدودة محطوطة بناء على حالات معينة وارقام معينة هناخد يعني هو بيقول ان لو وصلنا للمرحلة الاولى بارقام معينة هنبدأ ناخد القطوة الفرنية والعلانية ولما تبص على الارض الواقع هتلاقي مثلا ان احنا دلوقتي في المرحلة التانية او بداية التالتة وفقا لتعارفات الشكومة ومنظام الصحة العالمية لكن عندنا هنا مجموعة من القرارات بتتاخد مع الامر نفسه ودي انا واحبا امانة لازم اشهد بيها بريطانيا وهي بتاخد القرارات بتاعتها اللي علاقة بالحجر كانت قراراتها اللي علاقة بالبعد الاقتصادي والبعد اللي علاقة بالأسر والفئات الاكثر احتياجا متأخرة حتى امريكا متأخرة وعايز اقول لك الموضوع ده من على الفكرة ما فيهوش دولة عظمة ودولة صغرة هي فيه منظومة عمل قد ايه عدرة توصل لمعلومة وترسم سناريوهات احنا شفنا حزمة قرارات اقتصادية ما طلعتش بعد يومين ثلاثة خد بالك يومين ثلاثة في ازمة زادي يفرق كتير ساعات تفرق كتير عندك قرارات اقتصادية طلعت في نفس الوقت عندك قرارات ليه علاقة بالبعد الامني عندك قرارات ليه علاقة بالبعد الاقتصادي الفكرة التموين والمعدات والامداد اللي موجود مصر واحدة من ودي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نأكد عليها ونشيد بيها كمان مصر دولة كبيرة بمعنى ايه عندك مصانع عندك زراعة عندك اكتفاء ويمكن واحدة من المعرفش بقى يعني دايما بيجي ولك السوق العشوائي مثلا والسوق الرمادي في مصر لان بعيد عن القاهرة وانا وانت واناكو الموازنة والسوبر ماركت اغلب المصريين مش اقلم من 70-80% منهم بيأكلوا وبيشربوا من محلات بقالة صغيرة بتاخد منتجاتها من مصانع ومباشرة واول باول فاحنا مش اقل من 70-80% من اكلنا احنا بننتجه يمكن الجزء اللي ليه علاقة بالاجهزة والمنتجات والموبايلات والالكترونيات طب الشعب اللي انت بقى بتتكلم عنه في اخر الفقرة بما انك موجود معايا ده في مصر النهاردة زي ما حضراتكم شايفين جمعة وسبت الناس اجازة من اشغالها وفي حظرة جوال والمأكن كلها قفلة فالناس توجهوا الى المصايف الخاصة بالبحر الاحمر والاخرب الى القاهرة زي العين السخنة ورا السدر ودي صور النهاردة في مصر حصلت بتاريخ اليوم 27 مارس ان احنا بنقول للناس وبنطلب منهم ارجوك وحفظوا على صحتك وصحتنا احنا كمان ناس راحت قعدت هناك يعني تاريخيا الصور دي اتمنى اتمنى هندم عليها اتمنى ما ندمش عليها بس انت في لحظة زي دي لازم تعرف ان انت كفرد يعني دي من الحالات الندرة اللي تقدر تقول الميت مليون لو كده مش عشرة خد بالك لو عشرة بس فلتوا احنا دخلنا في سناولات غلط لكن ميت مليون لو التزموا وقعدوا في بيوتهم ما عدا الناس المضطرة اوكي مع الاغذة في الاعتبار كبار السن دي ما اعتقد مسؤولية مشتركة احنا يعني صراحة على الهواء ارقامنا حلوة لكن افعلنا ارقامنا حلوة لكن افعلنا ممكن تاخدنا الحتة تانية انا بطلب من مجلس الوزراء الحكومة سيد رئيس الجمهورية لو موضوع يعني بالمنظر ده ارجوكوا بقى يعني اعملوا حظرة الجوال كامل انا اسف اقفل الطرق اقفل الطرق على القرى السياحية معلش الناس القرى السياحية يكونوا مساعدين احنا اسفين انا عارف ان ده رزق وعمالة وفلوس داخلة لناس ممكن تكون محتاجة بس ما نبقاش بنقول للناس ما تركبوش المترو مع بعض والزحمة قبل الحظر وبنقول للناس لو سمحتوا ما تنزلوش توقفوا مع بعض لو سمحتوا ما تقعدوش والناس بتروح تلمس مايوهات وتقعد على الشط امنعوا الصفر معلش اقفلوا المصايف او القرى السياحية اللي بتسمح بده يعني انا مش عارف الناس مش خايفة على نفسها انا اسف والله انا مستغرب لا والافعال دي هتطول امد الازمة يا حسام هي دي المشكلة ان افعال زي دي الازمة احنا ممكن نعدي من البيك بتاعها من لحظة البيك احنا عمالين بنعمل كده ونموه ارقامنا مش مورعب لكن في لحظة ممكن اللحظة اللي احنا خايفين منها اللي هتنفجر في مكان في محافظة ما او لقد لا هتنفجر في اكتر من مكان كده لو حصل واحدة عادة ازاي حيجيبوا المخلطين ليه المسافرين من كم محافظة رايحين المكان ده ده طب ده حصل يعني كوريا وايطاليا ونيورك كانت حالات قليلة والله اسبوعين والله انا اقسم اسبوعين لو التابع بيهم انا عدي مرحلة الخطر بالمنظر ده ولا شهرين ثلاثة بالمنظر ده ولا شهرين ثلاثة ربنا كريم يتولانا برحمته ويا رب الناس تحس بالمسئولية واحنا كمان نحس بالمسئولية عشان ما يبقاش احنا بنفصل نفسنا عن المسئولية مشتركة خاف على عيلتك وصحابك خالد براماوي الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي بشكرك شكرا جزيلا معلومات عظيمة ودسمة ومتنور لنا طريق بشكرك على وجودك معنا ودايما نضيف عزيزة علينا لسه الحياة اليوم مكمل مع حضراتك وفاصل وهنرجع نشوف ازاي نتعامل طبيا مع الفيروس لو حد شاكك انه عنده الفيروس يعمل ايه لو حد سخن يتصرف ازاي نقدر نقوي منعتنا ونمنع الفيروس عن دخول بيتنا ازاي لبسنا اللي بنلبسه وبنرجع به من بره ازاي نكون ضمنين انه مفيش فيروس على القميس او على الجاكتة او على البنطلون او الجزمة اللي انت لبسها كل ده بعد الفاصل في الحياة اليوم استنونا في اطار تصديها لمحتكر السلع الغذائية ومحاولات غش المستلزمات الطبية واصلت اجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفين حيث نجحت الادارة العامة لشرطة التمون والتجارة بالتنصيق مع فرعيها الجغرافية بمدريات الامن وقطاع الامن العام وخلال اربع وعشرين ساعة في ضبط الف ومائتين وخمس وثلاثين قضية مونية متنوعة منها ضبط طن ومائتي كيلو ارز حجبها مسؤول مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالاسكندرية عن التداول بالاسواق لبيعها بازيد من اسعارها وضبط خمس وعشرين طن تمور واكثر من طن دواج واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي بمخزن وثلاجة للسلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة وعلى صعيد ضبط غش المستلزمات الطبية تمكنت الادارة من ضبط اكثر من طنين ونصف كحل مجهول المصدر لدى مالك مصنع لانتاج وتعبئة المطاهرات بالاسكندرية ونجحت في ضبط نحو خمسة الاف قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ونصف طن مستلزمات انتاجها مجهولة المصدر لدى مالك مصنع لانتاج المستلزمات الطبية بالشرقية الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وفي الاتجاه ذاته تمكنت من ضبط اربعة مصانع ومخزن بدون ترخيص لانتاج السلع الغذائية لقيام القائمين عليها بغش السلع ووضع علامات تجارية مقلدة بنطاق محافظة القليوبية بمضبطات تازن نحو خمسة واربعين طن مواد غذائية مغشوشة كما ضبطت اربعة مصانع لانتاج وتعبئة الكحل والمواد الكيميائية وتعبئة الكولور والمنظفات المنزلية بدون ترخيص مع غش المنتجات وتم ضبط اكثر من اربعة عشر طن مواد كيميائية وبترولية مدرية امن الجيزة بالتنصيق مع قطاع الامن العام تمكنت من ضبط مئة وخمسين الف كيمامة طبية غير صالحة للاستخدام لدى مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكيمامات مع استخدام خامات رديئة في الانتاج وباياها باسعار تفوق اسعارها الاصلية كما تم ضبط ادوات ومعدات التصنيع مدرية امن الاسكندرية بدورها نجحت في ضبط مصنع بدون ترخيص للملابس المسؤول عنه يقوم بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومن خامات رديئة ومجهولة المصدر والمصنع غير مستوفى للاشتراطات الصحية واتم ضبط اكثر من ستة الاف كيمامة طبية غير مطابقة للمواصفات وكميات من المواد والادوات المستخدمة في التصنيع واستمرارا للخطة المتكاملة التي اتخذتها اجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تمثلت في عدد من القرارات والاجراءات الاحترازية التي تقوم اجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقها فقد وصلت اجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لمتابعة مدى التزام اصحاب المحال العامة بقرارات تنظيم الغلق والفتح التي اصدرها مجلس الوزراء اضافة الى غلق اماكن الانشطة التعليمية مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين اضافة الى الانتشار الامني الفعال في الشارع لتنفيذ قرار حزر حركة المواطنين حرصا على سلامتهم وصحاتهم ضمن الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد وقد نجحت هذه الحاملات في غلق 12309 اماكن لانشطة تعليمية على مستوى الجمهورية حتى الان هذا وتواصل اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمساندة القرارات والاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بسال خير واهلا بكم في الفقرة الاخيرة من الحياة اليوم مش عرفني اتنين دا كثرة يعني اتكلم على تفاصيل الكورونا ومناعتنا وازاي نتعامل معاها وازاي نمنعها انها تخش بيتنا وازاي نقوي مناعتنا وازاي ناكل ونشرب في الخلال الفترة اللي جاية دكتور مجدي بدران وعضو الجمعية المصرية للحسية والمناعة اهلا وسهلا بيك يا دكتور اهلا بيك وسهلا بيك والدكتورة ريهام صفوط استشاري التغذية العلاجية اهلا بيك يا دكتور فيه اللي احنا شفناه النهاردة الناس اللي قاعدة على الشط استغلت الجمعة والسبت عشان تسافر وراحت قاعدت في البحر عدئزناك يا دكتور لديز فرست يعني الحقيقة احنا دور الاعلام اللي انا شايفاء ولازم يبقى فيه توعية اكتر من كده اكتر من كده انا بقالي هنا في البرنامج انا ولوبنا شهر ما بنتكلمش غير عن كورونا اكيد احنا مش عايزين برضو نعمل هلع او فزع للناس لكن لازم يبقوا عارفين مدى خطورة المرض مش على الناس اللي هي بتروح للشواطئ او هي مستمتعة بحياتها او عايزة تستمتع بحياتها لا كبار السن كبار السن هم الفئة اللي احنا خايفين عليهم واللي احنا مش عايزين انهم الامراض فانا رايحة اتفسح اوكي بس انا هن المرض ده لعشرة هيبقوا عشرين هيبقوا ستين هيبقوا امتين فما ينفعش المرض بينتشر بشكل سريع جدا فما ينفعش ان انا اتواجد في اماكن فيها زحمة ما ينفعش ان انا دلوقتي لازم اضحي بنفسي عشان انا عندي اهل كبار لازم احافظ عليهم وعلى صحتهم ده وجب نحيتهم زي ما هم بيعي وبوديهم للدكتور انا دلوقتي بحافظ على صحتهم ان انا ابعد عنهم وان انا ابعد عنهم اي شر بان انا اتقي التجمعات او الاماكن اللي فيها زحمة دكتور مجدي رأيك في الصور بتاعت البحر والناس اللي رايحة تستجم في الشمس وتقعد جنب بعض في الشماس شكلها مش متعب على اللي بيحصل في العالم حضرتك بس فكرني انا ما كنت قعد برسماعتك بتتكلم على حالات الكورونا في العالم كانت كم لا احنا بتتكلم اكتر من نص مليون حالة نص مليون انت عارفوا احنا داخلين دلوقتي بقت كم بقت دلوقتي خمسمائة سبعة سبعين الف تسعمائة وتسعين انا قبل الهواء بساعتين تلاتة كانت خمسمائة واحد وخمسين انا اكت دلوقتي حالة بثمانية وسبعين يعني شوفت كم فرقة ده الحالات دلوقتي خمسمائة نوات سبعين الف وكاس الشفاء ميتسسة وعشرين الف الدول ميتسسة وتسعين امريكا اللي كل بيقلدها وهو اللي بيقلدها ليه لان النهاردة في ني اورليانز برضو الناس طالعك برضو وعملين نفس الحكاية وقعدين نفس الشيء امريكا بقى دلوقتي عشان اللي بيحصل ده ده تلاتة وتسعين الف تلتمائة تسع وعشرين تغلبت على الصين فوق وخلص اه هي طلعت على راس الجدول من البيان الصين فيها حذر كويس؟ لا سوري الصين ما عمل حذر واحدة بس خرجت من المستشفى دفعت تمن غال خرجت بس من المستشفى كده الحارس على طول خلص واحدة بس خلص ازاي؟ خلص قتلها؟ راحت بقى خلص باي 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 لا بس مش عارف المعلومة دي صح ولا غلط بس يعني ايه خلينا نتخطها خرجت بره خلص دفعت التمن وستين مليون اللي كانوا فوهان اكيد مش عايزين نبقى فيه قتل خارج القانون ده سوف ازاي ولكن في ايطاليا في حذر وهم ستين مليون فعلا عارف كل يوم فيه كم مخالفة لكسر الحذر ده أربين ألف عشان كده متستغربش ان ايطاليا بقى فيه 6-8 ألف حالة وكمان 498 دخلنا على 7-8 ألف غضر جديد جدا طب تقولين الناس اللي عاد على الشط النهاردة واللي سفرت تستجم في عين السخنة ورصة ما تكرروش الاخطاء بتاع ايطاليا ما تكرروش اخطاء بتاع امريكا خلاص السين كل شعب السيني استجاب كان ينافذ التعليمات البنات الممرضات أقول لهم خلي بالكو الشعر ده ممكن يجي فيه كورونا حلقه زيره الوحاضة هنلبس حفاضة ثلاث شهور الديكاترا يلبسوا حفاضات ولذلك الصين تغلبت على فيروس ما كانش حد عارف له حل خالص والصين عملته اكبر حجر صحي في التاريخ مش موجود في الكتب بنظام الصحر العالمية دهشت ومش قادرين نتبعه في اي دولة تانية فلو سمحتوا لا تكرروا اخطاء الامريكان ولا التالينا وخليكوا زي الصينيين طيب طيب دكتور ريهاب دلوقتي احنا اعداد الاصابات الى حد كبير الحمد لله ولا يلا يعني احنا بنتكلم ربماية خمسة وتسعين حالة اصابة مقارنة بمئة مليون بس الموضوع بيزيد وده طبيعي وحيحصل بغض النظر عن اي احترازات لازم حيحصل الا اذا الناس التزمت يعني بس كشخص حابب انه هو يقوي منعته ويمنع الفيروس ده انه هو يدخل بيته ايه اللايف ستايل اللي يمشي عليه اسلوب الحياة واذا كان هنا كمان لازم نحط خط تحت الناس اللي ممكن تكون حياتها بسيطة ازاي تتعامل في خلال الفترة دي عشان تقدر تبعد عن الفيروس اه الحياة بسيطة او الحياة معتدلة او العالي او سواء الحياة العالي كلهم زي بعض احنا دلوقتي كلنا سواسية اول حاجة طبعا النظافة العامة او الكلام اللي بتقال طبعا طول الوقت عن غسل الادين التطهير ما نستقبلش الناس تيجي من برة في قواعد برضو للناس اللي هتيجي من برة سواء حد بتاع ديليفري سواء حد بيشتغل الناس اللي بنستقبلها الناس اللي بيشتغلوا برضو ان احنا نعمل الديستنس اللي بيننا او نسافة اللي بيننا وبين اللي بنشتغل معاه او مايبقاش مكتب مقفول علينا التهوية الجيدة لكن انا هتكلم من ناحية التخصص بتاعي انا الغذاء المتوازن هو اهم حاجة احنا منيجي نتكلم على المناعة في مناعة طبعا يعني انا مش هتعدى على دكتور احنا طبعا المناعة المكتسبة بتاعتنا اساسها التغذية اساسها التغذية يعني ايه يعني انا مفروض اكل اكل متوازن الناس هتيجي تقول لي يعني ايه اكل متوازن انا باكل كل حاجة اه بتاكل كل حاجة ازاي هل انت معتمد في اكلك على الحبوب على البقوليات على البروتين على الالبان واهم مجموعة وهي الخضار والفكهة والدهون النفع طيب نبص انطبقنا كده ونشوف انا دلوقتي ما اقدرش اجي اقول لك احنا هنخاف على الناس اللي عندها او نقص في الحديد او نقص في الزينك او نقص في فيتامين Z لانه محدش دلوقتي هينزل يعمل تحليل ويشوف نفسه اخباره ايه بس ببساطة جديدة جدا بص لطبقك هل طبقك في كل العناصر الغذائية المفروض تتاكل هل انت بتاكل خضار وفكهة زي ما الWHO قالت لنا بخصوص التغذية اربع حصص من الفكهة وخمس حصص من الخضار في اليوم هل ده موجود هل بتاكل البروتين بكمية مصبوطة الاطفال الصغيرين هل احنا بنخليهم يبعدوا عن الاكلات الخارجية والوجبات الخارجية والحاجات اللي فيها سكريات عالية والحاجات اللي فيها مواط حافظة والوان صنوعية ولا لا طيب انا احقف مع حديك عند النقطة دي وحسألك سؤال بس هنجاوب عليه بعد الفصل اوكي انا راجل على قد حالي اللي داخل خارج الحاجات اللي حاليك بتطلبها مني دي كتير انا مقدرش اجيب لحمة اللي عيال كل يوم انا مقدرش اجيب لبن مش حضر اجيب بيض هنعرف بقى من حاليك ايه بداية اللي ممكن اعملها بس نطلع فصل ونرجع ان نكمل مع حضراتكم كلامة اهلا بيكو مرة تانية ولسه مكملين طبعا كلامنا عن الكورونا كنا بنسأل الدكتورة قبل الفصل ايه البداية البقى اللي اقدر اوفرها بشكل يكون بيحفظ الفلوس اه الفول العدس الصبح بس في دا كترة بتنقسم بتقول ان البروتين لازم يكون بروتين حيواني مش بروتين بقولي لا يا فندم احنا عندنا نوعين من البروتينات الحيواني والنباتي لكن البروتين النباتي علشان انا اخد منه كل الفايدة بتاعته لازم يكون مع حاجة تانية اللي هو بروتين بكمله اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها الرز وفيها العتس وفيها الحمص والفيتامينات بالضبط فهي بروتين متكامل ده اسمه البروتين أو البروتين المتكامل طيب نيجي الصبح مثلا أنا لو أخدت صندويتش مثلا عيش بلدي مع الفول أو العتس ده واجبة اقتصادية وفي نفس الوقت فيها كل الفواد اللي أنا محتاجاها اللي جبنا البيضة أو الجبنة الأريش جبنة الأريش حتى اللي بيعملوها باللبن ومعلومة المصدر وشرش والحصيرة الشرش اللبن ده الواي بروتين اللي كل الرياضين بيدوروا عليه وبياخدوه عشان بناء العضلات وعلشان البناء والكلام ده كله تمهوا الشرش ده الطبيعي ده ما احنا بناخده ما هو ده بروتين كامل بداية صبح برضو ما هو ده بروتين فإحنا ما عندناش مشكلة اقتصادية إحنا عندنا سوق تغذية نتيجة لسوق الأكل اللي احنا بنختاره مش سوق أو ما فيش أكل مثلا الأكل الصحي غالي أو كلام ده دي مقولة غير صحيحة دكتور مجدي لو واحد جينيا مناعته ضعيفة هل المناعة المكتسبة من الأكل أو من حياة صحية سريمة ممكن تحميه دلوقتي لو واحد ابتدى هو شوف الفيروس جديد والفيروس غريب وابتدى يبقى ليه أشكال كل يوم بنتعلم منه أشياء جديدة جدا اللي كنا متعلمينه الأرقام على فكرة أنتو قلتها النسب دي كانت 48 ألف حالة ده شغل الصين 48 ألف حالة تغير خلص دلوقتي فاصبحنا احنا كنا في الصين بنقول ما بيجيش في الشباب ونسبة الوفيات من عمر 9 سنين لحد عمر 39 سنة 2 من 10 في المية لا دلوقتي فيه 20 في المية دلوقتي الإصابات في أمريكا دلوقتي بقيت شباب خطيرة جدا وفيه علامات استفهام احنا كنا بنتكلم على حالات الوفاة الارمعين سنة دي كانت حالات الوفاة ما كانتش لحالات الإصابة شاصل احنا الأرقام دي اللي كان محضرها الأستاذ خالد البرماني دي أرقام موظم صحة العالمية لغاية قبل ما نخش دول 48 ألف حالة فقط دلوقتي اللي حصل في الصين اللي حصل في أمريكا واللي حصل في إيطاليا فيه بتالي شباب جديدة ييجي وبتالي يموتوا شباب دلوقتي فهيخلي بالكوا وهناك بتالي يشكوا هناك في الشباب لسه علامة استفهام كبير أول من التدخين واللي بقى فيه بمعرفش هيه بس فيه دلوقتي معدلات كتيرة في الشباب بقى يموتوا وده يحذروا وحتى منظمة صحة دلوقتي يارنوت إميون انتوا مش منزهين أو انتوا برياء لا حيجيلكوا حيجيلكوا لو انتوا بس بحطوش الكلام فدلوقتي بنقول ان خلي بالنا ان المناعة مهمة جدا في كافة الفيروسات الترفوسية بشكل عام بس العمر مهم جدا العمر اللي بيحصل دلوقتي في بريطانيا واللي بيحصل في إيطاليا واللي حصل في الصين واللي حصل في أمريكا واللي عايزين يضحوا بهم كمان هم المسنين الفوق الثمانين وفوق السابعين هم دي الفئات المرة عشان أول حاجة من عدتهم مواطية اتنين بيبقى كانوا دخانوا خطة الرجالة تلاتة عندهم أمراض مزمنة مهملة احنا نشتغل على الفئات دي يبقى دور المسنين عندنا هنا في مصر خلي بالكواب روحوا غزوهم كويس شوفوهم عايشين ازاي شوفوا الأمراض ما بيشتكيش هو بس عنده ضغط مرتفع حيبقى عرضة عنده أمراض قلب مرتفع حيبقى عرضة عنده سكر عنده رب لو هو رادي عنده الحاجات دي لو ابتدى انه هو دلوقتي يأكل النهاردة ابتدى يسمع حضرتك وسمع الدكتورة وابتدى يأكل كويس سبعين ألف سبعين ألف داخل المستشفىات في الصين وتعرضوا لكرسات جريبة جدا أول حاجة انهم بطلوا يغزوهم كويس الأكل بقى الصحة مش الأكل اللي كان في الشوارع عندك اللي انت عارفوا البرد والكلام دي واحد اتنين بطلوا يحطونهم حاجات جديدة بطلوا يدونهم لازم جرعات تفاول جرعات تفاول شوفوا على الشفاء كام أنا قلت الشفاء النهاردة الوقت عندك 129 ألف كل شيء يخلي بقى لكوا شفاء واللي يخف يطلعوا برضو جبوا له ورد ويحبوه ويعملوا حفلات عشان نتفكر في كلمة تفاول مهم جدا التوتر يأدي لنقص المناعة ونقص المناعة ممكن يضيع الواحد التوتر يأدي لأربعين مرض من ضمنها سرطانات ومور على الحسيات وبردو نقص المناعة مهمة أول نحن نعرضهم الأسليم الجديدة للعلاج أسليم الجديدة للعلاج مش بس أدوية لا ده رياضة بيطلعون في الشمس هي والدكتور بتاعي يطلعوا في الشمس عشان ياخدوا فيه ده من ده يبقى التغذية والترفيه والرياضة بشكل عام أو تحريك العضلات بشكل عام وكمان التنوين غصب عنهم دي برضو ميزة كديرة اللي احنا في الحظر اللي احنا عمليه ده انت حتنام وعننات كلها دلوقتي حيناموا غصب عنهم مفروض يناموا غصب عنهم النوم تغير في العالم كله والنوم ما تغير عندما طلع حياتها ما تغير جات امراض كتيرة جدا 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 حتى دلوقتي ملايين الطيور بيتموت عشان نوره هالع طيور المهاجرة بيتموت دلوقتي ولكن انت ما تنام بالليل وفي الظلام هترفع مناعتك ده حصل في حوالي عشر ايام في اسبوعين اغلب المرضى اللي داخل المسيوهات في الصين تحسنوا جدا 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 وفعلا منعتهم متحسنت اضافة للتغذية بعد كده ابتدوا يستخدموا حاجات تانية ترفع المناعة اعشاب قضوية ولكن فعلا المناعة احنا ممكن نغيرها وهكذا تعالوا بقى هنا في مصر احنا مش هنقول اللي هتعمل ده حقيقة الفيروس ده ولكن احنا من خبراتنا السابقة بدي احمد ربنا احنا في مصر في قدة اشياء واحد ان انت ما جالكش السارس اللي جئ 2002 و2003 هناك جميل اه كان في جنوب شرق اسيا ما تفرقش نحية مجالكش ومجال ميرز اللي هو بتاع ابتداد من الشرق الاوسط في 2012 وقالوا جاي مصر وحنعمل المقابر قلت لهم مش جاي ومجايش الغد الوقت ما جالناش حالية حالة واحدة كانت جايز يره وعالجنا بعد كده يبدأ بيديك خبرات سابقة ان انت مش هيعصف بنا ثلاثة بقى كمان يعني حذك شايف ان هو مش هيجلنا مش هيعصف لا هو موجود بس انت اقل اقل انت باخر القيمة انت اقل القيمة في الوقت انت اقل حاجة في العالم حد ممكن يسمعك كده دلوقتي يقول طب ما خلاص بقى لا انا جايلك بقى احنا زي كده الكلام بتاع ايه احنا احفاد الفرعنة واحنا اللي بانينا الاهرامات ومسالات لو ما سمعتش كلامي للاخر حتيدفع التمن لا مش انا اللي هتفع التمن عشان في حد حيبقى سمعك دلوقتي يقولك انا عد علينا انفلوانزة الخنزير وعد علينا انفلوانزة الطيور وعد علينا وعد 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 ده احنا بنخش في الجائح احنا اللي خرمنا بريزة يا دكتور ها بيسمع كلامي للاخر يسمع بقى يسمعوا كلام الدكتور للاخر يسمعوا كلامي للاخر عشان الكلام الكتير ده هم هيتفعوا بتوام بعد كده ايوه اول حاجة اوانضع وقت لا لا اعند الوقت احيضي لا ما تخفش عندنا الوقت بضل ضائع ما تروحنيش مصيف دلوقتي ما تخرجش وقت للحظ ما تحتكش بالناس اما تروح دلوقتي يعني شفت في بالخطاء اللي بتحصل شوف السيد الرئيس ما راح استلم العربيات اللي حتروش للشوارع ارجعوا لها ويشوفوا وقف ازاي بينه وبين اللي حوله كلهم مترين فاهم شوف ترامب كل يوم ترامب بيعمل مؤتمر صحفي شوفوا الدكتور فوس وقفين ازاي وقفين لاتقين في بعض نايب رئيس وقفين ايه ايه ده وفيش خاطر صمتي ولذلك لا تتعجبش نسبة اللوفيات عندهما دي ايه ولو غبنا 39 ألف يبقى لازم انت حلو قوي تخليها متر ونص مترين وانت واقف في المائلة ايوة ايوة انا لسه سألت السؤال ايوة ايوة ايه طيب استنى بس استنى استنى بس استنى استنى سبعني بس ايوة انا قريتك خلاص ايه هو السؤال انت البايروس دلوقتي حقيقي وما نقرب اه طبعا لا انا مقولتش كنت شفت بقى انت مش عارف ازاي دلوقتي بيقولوا ان الفايروس في احتمالية انه يكون تطور بقى ايروسول لا 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 شفت بقى شفت سؤال مفاجئة اسمعني يا حبي لا مفاجئة ده اتنسف ده اتنسف ايروسول بس عشان نوضح لسادة المشاهدين يعني بيعيش في الهواء بينتقل بالنفس او موجود عالق في الهواء ودورة حياته ممكن تكتمل في الهواء او على الاسطح ما بين الناس اللي بتكلم لا 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 بس اللحظة بس هو ده بتنقل عن طريق القطيرات يعني انا اعطس اكح الاوز السطح ده تيجي ان تلمس السطح ده ده ستلس او بلاستي جوال عليه ثلاث يام تيجي انت تنسكه بايدك كده وبينتو حض انت تدخله بايدك واكتر حاج دلوقتي بتنشره في العالم كله الايد انت ايدك اتلوست وحطتها على انفك او فمك وعلى عينك هي ده الخطر الاستنسيرات ما تركبهاش تركبش استنسير ولو ركبته على طول تمسك المنديل وتدوس على الزرق وانت خارج ايد الاستنسير ايد الباب ايد السيارة الحاجات دي دي الحاجات تعدد لمسها هي دي اللي بتعمل المشاكل دلوقتي في العالم يبقى بتاخدش حاج منها تاخدش الوايل بتاع حد تاني هو ده اللي بيحصل دلوقتي مفيش حدش بيعطس ولا كحوة ده من الناس اللي بيحصل دلوقتي لمس الاسطح والاسطح مش بس لوط طربي زي ايدك انت يبقى ايدك ملوسة ودونك بموز اربعة ساعات ثلاث ساعات هدين مشكلة يبقى دي واحد حكاية انه هو حيجيلك بالرزول وحيجيلك الهوى ده لسه مش مع مش مؤكدة اه بس انا بتكلم في مصر بتكلم في مصر دلوقتي الساعة سبعة والحظر الجاي الساعة خمسة يروحوا او مش عارف يقولوا الساعة خمسة المحلات الساعة اربعة ويتلاقى دين يزاحم او وقفين طوابير هو دي المشكلة الكبيرة اما تدخل في سوبر ماركت وفيه طوابير امشي ولازم يبقى المفروض لو الرجل صاحب المتجر ده عنده ثقافة يقول لهم ابعدهم بعضها شوية عملوا تقبيره في الشارع في اسبانيا يعملوا بتربط وطي مترين يبعدوا عن بعض في التوابير نمر واحد الحاجة التانية لو عطست بتعطست قدام الناس او عطست في منديل ورق بتعطست كده او حاجات دي حاجة التانية تخسي ايدك عمال على بطال حاجة اللي بعد كده وعشان نبعد العدوى شوية اقعد في بيتك على قدر الامكان نزلك من البيت انت عندك منع وطي شوية بتدخل واخذة ولان تدخين تماما خالص ولا في البيت وكل ستة تلاقي دلوقتي عندها شيشة في البيت يمسيك كساريها الجدة ايه والحمة ايه في ايه في ايه طيب طيب الجدة والحمة في كم رجل وستة حايزعلوا بسبب اللي انت بتقولوا ده انا بقى هدي النفوذ بس الدكتور هو اللي بيقول انا مليش دعو اسمعوا كلامي اسمعوا كلامي عشان انا دلوقتي احنا كلنا خايفين عليكم ومش عايزين نوبا زي امريكا ولا ايطاليا ومتخبشي الشيشة عندك ومتخليش حد يقدم ولادك يدخن خالص ولا مدرس ولا غيره غيره عشان التدخين ليه علاقة بالفيروسات النفسية كلها سواء بارد مفلوانزا وغيره وده وده اللي حصل في ايطاليا وده اللي حصل في ايران وده اللي حصل في الصين وبيحصل دلوقتي في شباب امريكا اللي جيسورة جديدة للفيروس التدخين ليه علاقة بتكسير الاهداف والاهداف اللي تحمل خلايا التنفسية التدخين بيكسر الكولاجين والكولاجين ما يتكسر مش بس هيخلينا كرمش هيخلي الرياة عندي ضعيفة النسيج التدخين هيخلي عندي الشوارد الحرة تزيد مضغط الاكسادة حتقل التدخين هيخلي عندي كل مضغط الاكسادة حتقل التدخين هيخلي عندي ملوثات ويطلع علي سبع سموم تشل الغشاء المخاطي اللي بيحمل خلايا التنفسية يبقى حتدخن ازاي بعد كده ده اوه اصلا التدخين من اول واصلا بغض النظر عن كل الحاجات دي يسوها التدخين من اصله في الاول بقى في الاول في الاول في نهاية كتيرة جدا في العالم رافض بتقولت لا يوجد دليل ولسه ما اكدناش دليل على ان هو في الكورونا لا هو بيضع في الرئة في العمو بعد 40 يوم بعد 40 يوم اصبحت دي اعلى حاجة منظمة الصحة المتقول لك تدخيني مرة واحد وخلي بالك في روسيا بكرة الصفح في كتب الطب وحضارك الدكتور عظيم طبعا اي مرض من الامراض التقيلة دي هتلاقي كانوا بينكروا في الاول الوباء بكرة الصفح روسيا هتمنى على الاهاوي والمطاعم انها تشتغل وحتفلها اسوائي برافو انت سابقتها انت سابعتها مظموط دكتور دلوقتي الناس ابتدت تخاف زي ما الدكتور كان بيكلم في الناس تخش البيت بس هو برا مضطر ينزل شغله عمليات تطهير وفي حالات تسمم قرينا عنها ان الناس بتتسمم وهي بتطهر بالكحول ازاي الواحد وهو داخل البيت ممكن يتعامل ويطهر اللي هو لبسه او الجزمة او لما يشتري حاجة جايله على البيت يطهر البيت التفاصيل دي بتتم ازاي طبعا يعني اول حاجة لازم يقلع جزمته برا الناس اللي ماشي بالجوانتيات والمسكات على طول ده غلط يعني انا هلبس الجوانتي طالما انا هلمس سطح يعني انا ممكن اكون دخل الاسانسير عشان انا مضطرة فانا هلبس جوانتي هدوس على الاسانسير وهخلص المهمة بتاعتي وهقلعه هخسل ايدي بعد كده انما انا قاعدة بيه على طول عملت نقل ده انا بنقل اصلا الفيروس من سطح لسطح من مكان لمكان وبعدين بربس وشي بالجوانتي ده الكمامة انا بشير الكمامة بيدي وحطها تاني بيدي وبعدين اطلعها وممكن احطها على رجلي وبعدين ارجع احطها تاني ده كل ده برضو بينقل العدوى يعني لو حد عيان لقدر الله ما انا نقلت ان اعمل انقل العدوى في الاسطح اللي حوالي وفي الجو اللي حوالي فده ما ينفعش خالص يعني انا بتعامل طبيعي بس انا بخسل ايدي كويس قوي اربعين ثانية زي ما الو اتش او قالتنا التعقيم طبعا بالكحول الكلور للاسطح الخارجية وليس لينا كانسان يعني ما ينفعش لانه ده طبعا ممكن يعمل حساسية وممكن يعمل امراض جلدية طبعا احاول بقى ان انا امنع يعني انا دلوقتي دخلة لولادي في البيت او دخلة لممتي او بابايا في البيت لازم اعمل بيني وبينهم مسافة كبيرة يعني بلاش اتكلم في وشهم طبعا احنا اتكلمنا في اكيد كتير اوي في موضوع البوس والاحضار مية الاكسجين بتأثر ما لهاش تأثير يعني احنا الكحول هو الكلور 70% كحول او الكلور لكن مية الاكسجين الكلور للاسطح لا ما تأثرش مية الاكسجين تخفيف بالماية لا ما تأثرش طيب انا فيه قرار عاجل للوقتي يعني استجابة الحكومة المصرية وشاكرين ليهم جدا البداية الاستجابة كانت تحديدا من محافظة اسكندرية سيادة اللواء محافظة اسكندرية اصدر تعليمات بغلق كافة شواطئ محافظات الاسكندرية بدءا من صباح الغد ما فيه شواطئ في اسكندرية بما فيها العجمي ان شاء الله يتبع هذا القرار محافظة مرسة مطروح عشان الساحل عشان الساحل داخل موسم الساحل داخل وكمان المدارس دلوقتي الناس قرارات وزير التربية والتعليم طلعت فالناس بقى ما فيه مدار ناس هتروح تعمل البحث بتاعها هناك وتبعته بالانترنت فان شاء الله يبقى القرار اللي جاي من مرسة مطروح والساحل الشمالي وننتظر كمان قرار من محافظة البحر الأحمر وننتظر قرار آخر من محافظة جنوب سينة ومن محافظة سويس ومن بورسعيد عشان يعني المنظر اللي احنا شفنا النهاردة ده لا يصر عدو ولا يصر حبيب ولا يا دكتور صح كده أنا بنحيي سعدت المحافظ ونتمنى ان كل محافظين على حظه إن شاء الله ونتمنى ان الناس تسمع ما هو بس هما لازم يعني نتمنى ان الناس لتواعي على درجة وعي هيا الناس ممكن تكون مش خايفة على نفسها ولا بتكابر لا الناس بتستهين بالوقت ايه ثقافة ثقافة بص أنا بقالي 30 سنة من يوم رجعت المصر هنا تقريبا أما بروح الشري حاجة البيعين عارفيني يستحيل أنا أما حط حاجة في كيس الشري بورطة أنا حطه في كيس حطه لي على الأرض يقعد ماسكه في إيده ليه أصلا هاخد الكيس ده هروح البيت وحطه في التلاجة يبقى أدي واحدة أن تعلمها يبقى أول حاجة ما تشيروا حاجة من بره في أكياس سواء دلوقتي أو بعد 20 سنة الأكياس دي خلي بالكم مش تعد دخلها لي في التلاجة أنت حططه في العربية حططه على السلم حططه على الأسانسير حططه في الأرض في قطة ماشية في كان كلبي ماشي في واحد ماشي بالحزاء حتدخل الكيس ده جوه التلاجة بيتكم واحد اثنين برضو الحاجة التانية المهمة أما الغسل الأيد قلنا مئة مرة غسل الأيد ويناس تغسل إيديها طب الحلاب بتزيد ليه في مصر أو في خارج مصر ما بيعرفوش تغسل إيديهم فين فردنا ده المطحر أو الناس ما بتعرفش تغسل إيديهم أقول لك ليه أه بتفتح المية بتفتح أو تحط إيدك بتغسل مثلت بتغسل سابع سابع بتغسل دير ميدور بتغسل الخطوط دي بتغسل الخطوط دي بتغسل ظهر اليد وبطنة أيوة بس في حاجة هو لسه لبس خاتم هي لبسة لبسة غويشة دبلة اخلع الحاجات دي كلها أرجوكم ما تزعلوش مني أوكي الأسبوعين دول كلهم اخلعوا الخواتم واخلعوا الدبل واخلعوا الساعات عشان نقلل من الملايين الفيروسات القاعدة الفيروس موجود 82% من الناس عندهم ومحدش بيشتكل كويس يبقى الفيروس موجود في كل حتة في الشارع وبيوتنا يبقى تحت الخطي الموجود اخلع الحاجات دي كلها تخصي تخصي لها صح وبالتالي تتخلص من المشاكل دي كلها واختب عندك غسل الايدي يقيقة من 250 مرض معدي تمام انا طبعا باشكر حاليكو باشكر الدكتورة بس قبل ما نختم معاكو في بيان وزارة الصحة المصرية اليومي بخصوص الاصابات بفيروس كورونا صدر ارتفاع حالات الشفاء زي ما الدكتور بيتكلم على التفاؤل فاحنا نبتدي بحالات الشفاء لمية وستاشر حالة ناس شفيت لكن في 41 اصابة جديدة بالكورونا النهاردة في مصر 41 اصابة لسه الاعداد مقرنة بارتفاع الاعداد في الدول الاخرى قليل بس مش عايزين نروح للحاجات امريكا النهاردة 8000 اه في يعني ارقام زي ما كنا بنقول لحضراتكو فيه الفات فيه 800000 فاحنا يعني زي ما بنقول لحضراتكو بيان وزارة الصحة 116 حالة شفاء في 41 اصابة جديدة بالكورونا عشان يكون اجمالي الاصابات في مصر من بداية الازمة 536 اصابة والبقاء لله في 6 حالات وفاة 6 حالات وفاة جديدة النهاردة في مصر ده البيان الاخير من وزارة الصحة المصرية ارجوكو ارجوكو يعني نخلي بالنا الشط مش هيروح في حتة صاحبنا ان شاء الله ربنا يمد في عمرهم مش هيروحوا في حتة ولا احنا هنروح في حتة بس الفيروس هو اللي مسيطر دلوقتي فخلينا نستخبى لغاية لما يبقى عندنا السلاح اللي نقدر نجابه به سواء كان مصل او دواء العالم كله شغال على ده وإحنا دورنا ان احنا انا آسف واكره ان انا اقول ده ان احنا نستخبى دلوقتي خلينا في بيوتنا عشان ما نروحش في حتة احنا مش عايزين نوصلها انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معانا دكتورة ريهام صفت بكل تأكيد شكرا جزيلا ليكي ودكتور مجدي بدران شرفتونا ونورتونا شكرا جزيلا ليكو وعلى وعد زي ما قلت حضراتكم في بداية الحلقة معاكو بشكل يومي الحياة اليوم من الساعة سبعة للساعة تسعة بدون اجازات سبعة ايام في الاسبوع بكرة حلقة جديدة من الحياة اليوم شكرا جزيلا ليكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة